السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الاعدادي. اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بازن الله عندنا مراجعة عامة على الامتحان. ان شاء الله امتحان الدور التاني. فبازن الله بازن الله النهاردة ان شاء الله تكون مراجعة عامة. نقدر من خلالها ان احنا نراجع على كل فروع مادة اللغة العربية. هنحاول ان احنا نلمي كده يعني كل المعلومات طبعا خاصة بقواعد النحوية مبدئيا وطبعا كل قنان المعلومات الخاصة بالقراءة سواء كانت كانت قراءة اساسية عندنا او قراءة متحررة او حتى القصة. والنصوص ايضا هنحاول ان احنا قدر الامكان ان احنا نلم مجموعة كبيرة جدا من الاسئلة. مش معناه ان هو اسئلة مش موجودة النهاردة يعني معناها ان هي مش موجودة في الامتحان. بالعكس لا طبعا ان احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا بنرجع ودي سلسلة حلقات متتالية. يعني احنا بدأناها من فترة طويلة وبنكمل كل يوم مراجعة جزئية معينة بحيس ان احنا نقدر نغطي كل اجزاء المنهج بازن الله. تعالوا نبدأ سريعا باول فرع عندنا من الفروع وهو فرع القراءة. تعالوا نشوف مع بعض كده بسرعة اول نقطة عندنا في القراءة. لو جينا بصينا كده هتلاقي عندك موجود في موضوع اولاني اسمه موضوع فالق الحب والنوى. وبيديك فقرة تمام مهمة جدا بتبتدي تقرأها اكتر من مرة وبعد ما بتقرأها تبتدي تقرأ الاسئلة اللي موجودة. يعني مثلا بيقول في الفقرة كذلك تتفجر نواة الطمر عن عملاقة من النخلة. ترفع رأسها لتبلغ ما بلغته الابراج العالية. نقطة مهمة جدا عندنا هنا في هذا الدرس ان هو في درس فالق الحب والنوى مبدئيا بيبدأ انه هو يفكر ما بين انه هو مقاردة ما بين نواة الطمر النخلة العالية التي تخرج من نواة الطمر وما بين الابراج العالية وده الجزء اللي هو ظهر في اول الفقرة. فبالتالي هتلاقي موجود معاك بالنسبة لنا بيقول لي حتى تكملة لو لا ان هذه الابراج البشرية مصمطة مصمطة الصخر لا فعل لها ولا تفاعل واما النخلة السامقة فمن عناصر الارض طعامها ومن غيث اسماء سقيها. فانها بالتالي بيقول لي في ضوء فهمك للموضوع تخير الاجابة الصحيحة. اول سؤال موجود عندنا مراضف كلمة السامقة. من الامور المهمة جدا ان احنا نبتدي نفكر دايما في الكلمات السامقة معناها ايه في السياق اللي موجود معنا. بيقول لي هل يترى معنا كلمة السامقة هل معناها العالية ام القليلة الكثيفة ام كلمة النحيفة. فطبعا واضح جدا ان انا عندي هنا بيقول لي في الفقرة لو احنا جينا بصينا واشرنا ليها هللاقي هنا بيقول لي بلغت اما النخلة السامقة. فهنا اللحظ معايا كلمة السامقة هي وصف لكلمة النخلة. وبالتالي النخلة من صفاتها ان هي بتكون عالية والاجابة الصحيحة بالزبط هي كلمة العالية. لازم تخلي بالك موجود معايا ان انا بديك فرصة اه دي اكده مثلا او تلاتين سانية ان انت تبتدي تجاوب معايا ونشوف الاجابة بتاعتك هل هي تبقى اكون صحيحة ولا لا. بيبدأ معايا السؤال التاني بيقول لي جامع كلمة نواية خاصة بنواية طمر. فبيقول لي هنا هل يترى اه الجامعة الخاص بيها نيات نوااتات انويات ولا نويات. فهنا بالتالي طبعا من الجموع السهلة اللي هي جامع كلمة نواة. طبعا النواة اللي موجودة معانا اصلا في العنوان. تمام? وفي برضو جامعة اخر مهم جدا اللي هو نويات. تمام? وطبعا ده من الجموع برضو الاخرى. نواة. نويات. وفي ايضا كمان اه جامع النواة. لكن طبعا نيات هي جامعة كلمة نية. وطبعا دي مستبعدة تماما. لو جينا انتقلنا بعد كده الى علامة صح او علامة خطأ. مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نعرف نوعية الاسئلة. يعني ايه نوعية الاسئلة? يعني مسلا ممكن يجي لك سؤال الاختيارات من اسئلة اللي هي المعاني والمراضفات اللغويات. وبالتالي دي نقدر نوصلها ازاي? نقدر نوصلها من خلال ان انت تقرأ الموضوع الخاص بيك. احنا عندنا اربع موضوعات. بتبتدي تحدد اهم الكلمات اللي هي ممكن تكون فيها صعوبة بالنسبة لك. كلمات الجديدة? تبدأ تعرف معناها. يعني كنوع من انواع القراءة يعني. تقرأ بس معناها بحيث ان انت تقدر تتخيل ان هي موجودة عندك في الامتحان. تعال بص هنا بيقول لي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الغير صحيحة. من الاسئلة السهلة جدا بيقول لي نواية التمر تتفجر عن عملاق من النخل. الكلام ده موجود في الفقرة. اهو? يعني انا موجود عندي هنا وانا اهو بتكلم ما هو موجود عندنا في الفقرة الاولى. بيقول لي اه تتفجر عن عملاقة من النخل بسبب الظروف الملائمة فقط. لأ نرجع بقى كده مرة تانية ان هو بيقول لي من خلال فهمة للموضوع. طب انا دلوقتي بفكر في موضوع فالخ الحب والنواة. الفكرة كلها ايه? ان هو نواة التمر تتفجر فعلا عن عملاقة من النخل. لا فيه جو فيها السر الحقيقة. احنا عارفين الكلام ده. ولكن هي بتتفجر عن عملاقة من النخل بسبب ايه? هل الظروف الملائمة فقط. الظروف الملائمة. الظروف الملائمة اللي هي الهواء والماء والضياء. تمام وغيرها? طب ايه كمان محتاجاة? النواة التمر علشان تخرج تبقى نخلة سامقة? محتاجة طبعا ارادة الله. فاذا بالتالي لا هو بيقول لي هنا ظروف الملائمة فقط? لأ طبعا. يعني الظروف الملائمة بالاضافة الى كمان قدرة الله تعالى? وبالتالي الاجابة هنا هنجي نختار بمنتهى البساطة بمنتهى السهولة نقول الإجابة هنا إجابة خاطئة بالمرة. لو انتقلنا بعد كده إلى عناصر الأرض وغيث السماء من مقاومات الحياة من مقاومات الحياة للنخلة السامقة طبعا هي إجابة صحيحة بالإضافة كمان إلى الضياء اللي بيديها حركة ونماء وأيضا الهواء اللي هي بتستنشقه وبالتالي كده بالنسبة لنا يعتبر هي دي عناصر الأرض وغيث السماء مقاومات الحياة الأربعة بالفعل ننتقل بعد كده إلى سؤال آخر. سؤال مهم جدا. فكرة المقارنة. دايما في أي موضوع من الموضوعات الخاصة بينا. طبعا بيكون عندنا سؤال وازن. بص كلمة. بص كلمة معناها إيه? وازن. وازن يعني معناها قارن. أنا ممكن أجي أقول لك قارن ممكن أجي أقول لك وازن. بابتدي أقارن ما بين إيه? بقارن ما بين حاجتين موجودين عندك في الموضوع. يعني مثلا وليكن على سبيل المثال. أقارن ما بين مثلا نخلة سامقة زي ما هو طالب مني والأبراج البشرية. مقارنة دي مقارنة مهمة. هنيجي في كل موضوع يا ترى هو هنا بيقارن ما بين ايه? واحد بيستغل لأوقات الفراغ مثلا في الدرس الأولاني. وواحد تاني لا يستغل لأوقات الفراغ. تقام? لا يستفيد من أوقات فراغ فالمقارنة هنا هتدي للنتيجة معينة. يبقى خلي بالي من هزي المقارنة. بيقول لك قارن بين النخلة السامقة والأبراج البشرية وسبهالي. طب أنا أجاوب إزاي على سؤال زي ده. بص كده الإجابة تكون عاملة زي. أولا انت هتروح جاي كده بالمنتهى البساطة تروح ايه اللي وجه المقارنة. وجه المقارنة. ايه بقى وجه المقارنة ده? يعني ايه? أوجه التشابه وأوجه الاختلاف ما بينهم. احنا بنوازن بقى ما بين الاتنين. فهنا مسلا التشابه على سبيل المثال. التشابه في ايه? النخلة السامقة عالية. يبقى علو وارتفاع. طب والأبراج البشرية أيضا تتسم بالعلو والارتفاع. يبقى اذا وجه تشابه ما بين الاتنين ان دي علو وارتفاع. وايضا الابراج البشرية علو وارتفاع. طب نيجي بقى عند وجه الاختلاف ان هنا تحتوي على أسرار الحياة. دي مين دي اللي بتحتوي على أسرار الحياة حضرتك? اللي هي النخلة السامقة. لان هي بتاخد من الأرض طعام. بتاخد الهواء. بتاخذ المياه من الأمطار. ثم التفاعل من الضياء وتكبر وتنمو. يبقى تحتوي على أسرار الحياة. اما الابراج البشرية فهي مصمطة جامدة لا حياتة فيها. فده الاختلاف ما بين الاتنين. يبقى ده سؤال من الأسئلة اللي هي المهمة جدا جدا موجودة عندنا في درس فالق الحب والنوى. لو رجعت لي مرة تانية هقول لك ان درس فالق الحب والنوى بيدعونا الى شيء مهم جدا. سجل المعلومة دي عندك ان فالق الحب والنوى كدرس للدكتور زاكر نجيم محمود بيدعونا الى التأمل التأمل في الكون ومخلوقات الله بالتأمل في الكون ومخلوقات الله سبحانه وتعالى سنصل الى قدرة الله سنعرف جيدا قدرة الله سبحانه وتعالى. ازاي تقدر تقول لي كده ده ملخص الدرس يعني احنا لو جينا بصينا على نواة الطمر حبة القمحة هتلاقي ان نواة الطمر حبة القمحة شيء يعني وكأنه جماد ليس له قيمة. ولكن بالتأمل سنجد ان حبة القمح تتفجر عن سنبولة من الحبوب اللي هي القمح وايضا نواة الطمر تتفجر عن نخلة وبالتالي في جوفها سر الحيائي بالتأمل هيوصلك الى ان تعرف قدرة الله كيف يخرج الحية من مجرد جماد ميت. ودي من النقاط المهمة جدا او ده زي ما بيقول مضمون الدرس. مضمون الموضوع لو جي قالك ماذا تستفيد من هذا الموضوع. ما رأيك في هذا الموضوع نستفيد منه التأمل في مخلوقات الله وقدرة ونصل الى قدرة الله سبحانه وتعالى ننتقل بعد كده الى سؤال اخر من القراءة ايضا وهو الحمامة المطوقة درس الحمامة المطوقة بيقول ففقرة من الفقرات فبيقول فاخذ الفقر يقرض العقد التي فيها الحمامة المطوقة. كلنا عارفين طبعا درس الحمامة المطوقة فقالت له ابدأ بقطع عقد سائر الحمامة وبعد ذلك اقبل على اقضي واعادت عليه ذلك مرارا وهو لا يلتفت اليها. خلينا نقول ان ملخص الموضوع بمنتهى البساطة انت عندك دي قصة وليكنك انها قصة قصيرة. فيها مجموعة من الشخصيات طبعا الخيالية الحمامة المطوقة مجموعة من الحمائم الاخرى كان عندنا الصياد الذي كمن ليصطاد الحمام وعندنا ايضا الفقر اللي هو يعتبر صديق للحمامة المطوقة وايضا كان هناك الغراب الذي كان يشاهد الموقف ككل اجمالا في البداية فانت عندك مجموعة من الشخص داخل هذه القصة بتدور احداثها سريعة ان الحمام يسقط على حبوب القمح لكي يلتقط الحبوب ولكن لا يرى الشبكة فيدخل داخل الشبكة وهنا تبدأ كل حمامة في المحاولة محاولة شديدة جدا للهروب عايز اطيره بأي طريقة تمام من داخل الشبكة يبرز هنا دور الحمام المطوقة القائد الناجح اللي هو نظم الصفوف انه هو ابتدى يوجه الحمام الى ضرورة التعاون للخروج من الشبكة وبالفعل حدث ذلك ولكن حدث ذلك كيف انهم قفزوا قفزة واحدة وطاروا بالشبكة ولكن هنا يبقى السؤال كيف يخرجون من الشبكة لجأوا الى الصديق وهو الفقر بدأ الفقر زي ما انت شايف كده من الفقرة انه هو يبدأ في ناحية الحمام المطوقة ولكن الحمام المطوقة اثرت عليه انه هو يبدأ بباقي الحمام زي ما موجوده دمك على الشاشة حاليا يبدأ بالعقد الخاصة بسائر الحمام طبعا كلنا عارفين ليه لانه هو حتى لا يمل وحتى لا يصيبه التعب فيترك باقي الحمام تعالوا ننتقل بعد كده سريعا بعد ملخص السريع للموضوع تعالوا ننتقل الى اللي جابة صحيحة بيقول لي مضاد كلمة مرارا اللي موجودة تقريبا في السطر الاخير بيقول لي اعادت عليه ذلك ذلك القول يعني انه هو يبدأ بواقع الحمام مرارا فكلمة مرارا هل يترى هي معناها ايه اصلا اللي هو جاي بيقول لي هنا مضاد مضاد يعني عكسا فيترى كلمة مرارا بيقول اعادت عليه مرارا مرارا يعني معناها كثيرا فاذا اكيد انا مجرد ما وصلت الى المراضف اكيد هوصل الى المضاد وبالتالي هبص على الاختيارات الموجودة هتلاقي عندك كلمة قليلا صامتا ضعيفا حلوا ايه حلوا ده حلوا على اساس انه هو مر يعني لا طبعا هي كلمة مرارا مش معناها مر لا يبقى اكيد الاختيار الصحيح الخاصبية اللي هو كلمة قليلا هو ده الاختيار الصحيح لو جينا بصينا الى سؤال اخر وهو مفرد العقد المعقود ام العقدة العقد العقيد اكيد هي العقدة عقدة من الحبالة ننتقل بعد كده الى سؤال اخر بيقول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة من خلال فهمك برضو للموضوع الحمام المتوقع نموذج للقائد النجح طبعا السؤال في المطلق اجابة صحيحة ولكن هل عندك دليل تعال انا نتخيل مع بعض السؤال ده جاي بيقول الحمام المتوقع نموذج للقائد النجح ويقول لك وضح ذلك سؤال مهم فيا طارع هنتصرف فيه ازاي اولا نبدأ من الاول ان هي كانت تتميز بحسن التصرف عند المشكلة يعني عندما حدثت المشكلة كان لدي حسن التصرف كبير جدا وهو ارشدت الباقي الحمام الى ضرورة التعاون للخروج من المعزق طب تاني حاجة الايثار ان هي فضلت باقي الحمام على نفسها ودي من النقاط البهمة جدا يبقى ازا هي نموذج ايضا للقائد النجح ازا احنا اجابة اجابة صحيحة واستفدنا منه لو جاء اللي علل او جاء اللي وضح ذلك ننتقل الى سؤال الاخر بيقول لي استجابة الفقر على الفور لطلب الحمامة المطوقة استجابة الفقر على الفور لطلب الحمامة المطوقة هو السؤال هنا مركب شوية لان هو انت لازم تفهم ايه هو طلب الحمامة المطوقة اولا قبل ما تبتدي تشوف ايه هو طلب الفقر طب طلب الحمامة المطوقة هو ايه ان هو يبدأ بقطع باقي عقد الحمام يعني يبدأ بفك عقد باقي الحمام اللي هو داخل الشبكة ما يبدأش من ناحيتها هي طيب ليه الطالب ده الطالب ده ان هي كان عندها فكرة انه هو طبعا بعد فترة هيتعب فممكن يريح شوية فبالتالي هيسيب باقي الحمام داخل الشبكة او ممكن يسيبه الملل وبالتالي ايضا يترك باقي الحمام لكن لو فضلت هي في الاخر هيظل يعني يفك العقد كلها حتى يخرج صاحبته او صديقته اللي هي الحمام المتوقع يعني هي وجهة نظر ان هي طول ما هي موجودة داخل الشبك هو لن يتعب ولن يشعر بالملل الا بعد ان يخرجها وبالتالي كان عندها وجهة نظر طب هل هو استجاب الفقر على الفور؟ لا طبعا لو جيب بسط للفقرة هتلاقي نقطة مهمة جدا ان هو لا يلتفت اليها بشكل كبير جدا لا يلتفت اليها فطبعا دي من النقاط المهمة جدا لو جينا انتقلنا الى سؤال اخر بيقول للغراب في القصة موقف مغير لموقف الفقر وازن بين كل الموقفين عايزين نمائز او نوازن بين الموقفين موقف الغراب وموقف الفقر لو جينا بصينا هنا احب اقولك بقى معلومة كنت شايلة لك الاخر ان القصة اوعى تنظر اليها ان هي قصة سهلة تفه جدا بالنسبة لها ما فيهاش ابعاد الاسئلة اللي فيها دايما بيكون اسئلة عميقة لان هو مش بسألك في احداث القصة مش بيسأل في احداث القصة بشكل مباشر ده بيسأل في نقاط مهمة جدا ماذا استفدت من هزي القصة ايه المغزى ايه المضمون ايه اللي انا استفدته فلازم اكون وانا بدرس القصة زي دي بسيطة جدا لازم اكون عارف كويس جدا ايه هي ابعاد كل شخصية كل شخصية صرفت ازاي انا استفدت ايه من هزي الشخصية يعني مثلا على سبيل المساعد شخصية الفقر شخصية الفقر هو صديق مخلص يعني يقف بجوار صديقته وقت الشدة الحمام التوقع هو قائد ناجح تمام طب هنا بيقول لي الغراب الغراب ده لم يذكر الا في سطر واحد في بداية الدرس هل له موقف اكيد له موقف تعال بص كده موقف الغراب كان ايه بقى يقول لك الغراب موقفه اتسم بالسلبية طب ليه موقفه اتسم بالسلبية لعدم اهتمامه بتنبيه الحمائم او مساعدتهن دي نقطة من النقاط المهمة جدا نرجع مرة تانية نقول ان الغراب كان في البداية شاهد الصياد وهو قادم شاهده شافه شاف الصياد وهو قادم وداخل ونصب الشباك ووضعه وكمنة ويعني معناه ان هو طواره وراء الاسطار لكي يعني يوقع بالحمائم هو الغراب شاهد كل ده شاهد كل هذه الاحداث شاهد كل ذلك ولم يبادر بالمساعدة كان لديه تمام فرصة جميلة جدا ان هو يذهب الى الحمائم ويحذر هنا وبالتالي هو لم يفعل ذلك عشان كده قلنا ان هو اتسم موقفه بالسلبية موقفه اتسم بالسلبية يعني معناه هو كان شخص سلبي لم يبادر الى المساعدة لم يحذر على الاقل اما الفقر لو جينا بالصين هنلاقي الموقف مغير فعلا هو اتسم بالايجابية لحرصه طبعا على صديقاته المطوقة اللي هي يعني قائدة وصاحباتها وتقديم العون لها وقت الشدة ودي من النقاط اللي هي المهمة جدا طبعا موضوع عيب تانية طبعا مهمة بالنسبة لنا مش هنخفلها ولكن تعالى نبص على قصة طموح جارية بيقول لي برضو بعض النمازج بنحاول كينا نقدم زي نموذج او اتنين بيقول لي قرر الفرنج دخول مصر عن طريق رشيد طبعا من خلال احداث القصة انت عارف ان هو الفرنج لما جم قرروا لدخول الى مصر قرروا الدخول من خلال دميات وليس رشيد وبالتالي الاجابة هنا هتكون اجابة خاطئة والاجابة صحيحة بتاعتنا هتكون طبعا اللي هي عن طريق دميات يبقى احنا هنصلح كلمة رشيد ونخليها بدلها كلمة دميات هي دي اللي هي كانت دخولها ثم منها الى المنصورة ودي من النقاط اللي هي المهمة لو جينا انتقلنا بعد كده الى نقطة اخرى جاي بيقول في نقطة تانية سؤال رقم اتنين اي قناة لويس التاسع انه اذا فتح مصر فقد تمكن من مفتاح الشرق الكل بالزبط طبعا لان مصر هي مفتاح الشرق الكل وبالتالي هي دي الاجابة الصحيحة سؤال ايضا اخر جاي بيقول سيدفع الف رنجل النصف الاخر من الفدية فور وصولهم الى فرنسا ودي من النقاط المهمة جدا لو رجعنا طبعا بعد اسر رقم التاسع من خلال احداث القصة عرفت انه هم انسحبوا خلاص هينسحبوا من مصر واتفقت معاهم شجرة الدر على انه دفع نصف الفدية والنصف الاخر هنا لقطة مهمة وتفصيلة مهمة من بين السطور النصف الاخر مش عند الوصول الى فرنسا ولكن عند الوصول الى عكة اللي هو المقر الاساسي بتاعهم في الشرق فهي هنا بالتالي الاجابة بتاعتنا هتكون طبعا الاجابة خاطئة ولكن هنصلح بقى هنكتب بدل ما هي فرنسا هنركض بين كده اللي هو الوصول الى عكة وطبعا دي من النقاط اللي هي المهمة وبالتالي الاجابة هنا هتكون اجابة خاطئة لو جينا انتقالنا بعد كده الى تكونة جمعيتان سريتان احدهما بالقاهرة اللي هو قائدها ابو بكر القماش والاخرى في دمشق العز بن عبد السلام شيخ عز الدين بن عبد السلام طبعا بالطبع هي اجابة صحيحة جمعيتين سريتين في القاهرة ودمشق سؤال دا سؤال مهم ممكن يجينا بشكل اخر بيقول لي ايه الهدف ايه الهدف ما الهدف من تكوين الجمعيتين يعني احنا ممكن ننوع في الاسئلة وطرحها ما الهدف من تكوين جمعيتين سريتين واحدة في القاهرة والاخرى في دمشق والله الهدف هنا اللي هو توحيد صفوف توحيد صفوف ضد العدو تعبئة القلوب تعبئة القلوب ليوم الفصل اللي هو يوم المعركة الحاسم ضد الفرنج وفي نفس الوقت كمان اللي هو بث الكراهية للفرنج ومن يلوز بهم لا ممكن نفهم تلات نقطة دول مهمين نفهمهم بشكل جيد نقول مرة تانية ان جمعيتين سريتين طبعا كان دايما بنعاني في بداية القصة ان كان البلاد العربية على مستوى الحكام او امراء بني ايوب كان بينهم تنازعة اما الشعب فكان بينهم علاقة كده اللي هي جيدة الشعب طبعا مش بقصد الشعب اللي هو داخل مصر لا مصر كلها شعب واحد ولكن داخل مصر القاهرة يعني وداخل دمشق فكان الشعب هنا من العمل الصلة بين الشعبين اللي هي جمعية القاهرة وجمعية دمشق كان هدفهم توحيد الصفوف وبث الكراهية نشر الكراهية بين الناس فيه ناس مش بتتابع يعني هيعملوا بالظلط دور الاعلام الاعلام اللي هو يبصر الناس بالحقيقة فبالتالي هده يعملوا نفس الدور ان هو بث الكراهية للفرنج ومن يلوز بهم يعني من يلجأ اليهم تعبئة القلوب كمان تحميس الناس ليوم الفصل اللي هو يوم المعركة فده من قصص تكوين الجامعيتين السريتين اللي اكيد انت عارف اللي هي جامعية دمشق استمرت سرية كما هي اما جامعية القاهرة تحولت الى جاهرية بعد طبعا وصول نجم الدين الى الحكم لان جامعية القاهرة كانت تدعم نجم الدين بشكل كبير ده طبعا السؤال اللي هو خاص بتكوين جامعيتين ننتقل الى سؤال اخر بيقول لي علل ازداد غليان صدور اهل دمشق ضد الصالح اسماعيل ازداد غليان صدور اهل دمشق ضد الصالح اسماعيل طبعا الفكرة دي فكرة ليه بسبب طبعا اذن اسماعيل للفرنج بدخولها لشراء السلاح واندفاع الفرنج اللي يشتروه بما يعرض اصحابه من غالي الاسمان ودي من النقاط المهمة يعني كان الفرنج بشكل او باخر كانوا يحلمون يحلمون بدخول دمشق ولكن اسماعيل سمح لهم دخول دمشق ويش بس كده كمان بيشتروا سلاح علشان يحربوا بالعرب المسلمين وبالتالي اهل دمشق كان لديهم نوع من انواع الغليان والغضب الشديد جدا بسبب هذا الموقف فهو اعتبروا الكثيرون اعتبروا الكثيرون خيانة كبيرة جدا يبقى بسبب اذن اسماعيل للفرنج بدخولها لشراء السلاح واندفاع الفرنج يشتروا بغالي الاسمان امر الصالح اسماعيل باعتقال الشيخ ابن عبد السلام طبعا الشيخ عايز الدين ابن عبد السلام من لو مواقف كثيرة ولو مواقف قوية جدا جدا نذكر منها على سبيل المثال لو احنا بنراجع يعني لو احنا بعيدا عن الاسئلة المعروضة امامك احنا بنتكلم في مراجعة سريعة لاهم النقاط الشيخ عايز الدين ابن عبد السلام ما مواقفه من الصالح اسماعيل واذنه لفرنج بدخول الفرنج لشراء الاسلحة كل الائمة اللي موجودين والرجال للفتوى افتوا سرا بتحريم بيع السلاح للفرنج ولكن عز الدين ابن عبد السلام كما سابق دراسة هذا الجزء في المنهج كان لا يخشى في الحق لو ما تلا ولذلك اعلن جهرا امام الجميع اعلن جهرا تحريم بيع السلاح للفرنج فاذا في مواجهة مباشرة مع الصالح اسماعيل وقطع له الدعاء تمام يوم الجمعة وبالتالي هنا امر الصالح اسماعيل على الفور باعتقال الشيخ ابن عز الدين من عبد السلام لانه افتى بتحريم بيع السلاح جهرا للفرنج وقطع له الدعاء يوم الجمعة ودي من النقاط اللي هي المهمة ننتقل بعد كده الى القراءة المتحررة القراءة المتحررة بيقولك في هزي الفقرة او هذا الموضوع احنا مطالب انت مطالب بشكل او باخر ان انت تقرى الفقرة جيدا تمام وعلشان كده دايما وانت بيجي لك قراءة متحررة هنا ده سؤال انا باعتبره مضمون لك درجاته بشكل كبير جدا لان هو بيسألك في مضمون الفقرة بيعتبر بيشوفك انت فهمت الفقرة دي جيدا ولا لا بيسألك على المعاني في السياقها بيسألك على اللي انت فهمته من هذه الفقرة المتحررة زي ما حصل معنا في الدور الاول وبالتالي عليك ان انت تقرأها بعناية شديدة اكثر من مرة لما يجي لك سؤال ترجع للفقرة مرة تانية وتقرأها غالبا بيكون فقرة قصيرة وليست طويلة جدا وبالتالي يسهل عليك قراءتها اكتر من مرة تعال نشوف كده مع بعض بيقول لقد خلق الله الانسان وغرس فيه حبه لبيئته حتى يتعايش معها ويألفها منذ النشأة الاولى منذ النشأة الاولى بيألف البيئة المحيطة به هذه البيئة الاولى لكل انسان تسمى الوطن البيئة التي حولك ويرتكز مفهوم الوطن بشكل رئيس على الحب كشعور قلبي فطري وما يتضمنه من المعاني الجميلة مثل الانتماء والوفاء والفخر لكن حب الوطن لا يكون بالشعارات بل الانجازات والدعوة للتفكر في النعم العديدة للوطن بعد قراءة الفقرة اكتشفنا منها انه هو يعني بعض المعلومات ممكن تكتب كمان على فكرة تكتب بعض افكارك اللي انت طلعت بها من الفقرة يعني ايه مسلا على سبيل المسال يعني مسلا انا طلعت من فقرة ان هو الانسان بيشعر بألفة نحو البيئة المحيطة بص انا بحاول افكر في اللي انا فهمته يشعر بألفة بالبيئة المحيطة البيئة المحيطة به هي الوطن الوطن حبه ما بيكونش بس مجرد شعارات هو بيفتخذ به بيحس بالانتماء ليه فهم بس هو مش حب الوطن ده مش بالشعارات ان احنا نرفع شعارات فارغة ولكن حب الوطن عن طريق الانجاز العمل على الارض الواقع ايه الاعمال اللي انت تقدمها عن طريق العمل عن طريق اللي هو النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداه لهذا الوطن اللي احنا نشكره عليها وبالتالي ده مضمون الفقرة مفروض انت تعمل كده مفروض ان انت غير الفقرة تقعد كده ديئة قبل ما نبص على سئلة ديئة او ديئتين تقول لنفسك انا فهمت ايه انا فهمت ايه من الفقرة المتحررة دي انا فهمت نقطة واحد اتنين تلاتة لو انت ما تقدرش تركز بشكلك بيه لكتبها انا فهمت النقطة كزا وفهمت النقطة كزا يبقى انت بالنسبالي كده انت قدرت تفهم القراءة فقرة القراءة المتحررة ننتقل بعد كده للاسئلة هتلاقي الموضوع بالنسبالك اصبح سهل جدا تعالى نشوف كده اول سؤال بيقولك في ضوء فهمك للفقرة تخير الإجابة الصحيحة مراضف كلمة الفخر كلمة فخر تفتخذ بشيء هل معناها التكبر أم التحصر الاعتزاز الغرور الفخر ليس غرورا الفخر هو الاعتزاز بشيء معين وبالتالي جاء المعنى الصحيح لها أيضا موجود معنا جامع كلمة مفهوم وبرضه من الكلمات المشهورة عندنا لهيه جامعها هيكون كلمة مفاهيم أما السؤال الآخر وهو برضو ضع علامة صح أو علامة خطأ بيقول لي حب الوطن شعور فطري لدى الإنسان والحيوان بالفعل هي إجابة صحيح ويمكن نحن نقدر نوصلها كمان من خلال الفقرة بيقول لي لا يجب على الإنسان حماية وطنه بالطبيعيا وبديهيا تقدر تقول طبعا إن الإجابة إجابة خطئة نحاول دايما أميز لك إن هو الموضوع يكون سهل بإذن الله ما يكونش صعب بيقول لي كيف يكون حب الوطن طبعا حب الوطن موجود أيضا في الفقرة بيقول لي حب الوطن يكون بالإنجازات هو دعوة للتفكر في النعم العديدة للوطن ده اللي احنا جبناها بالزبط من هذه الجزئية بجزء الأخير من الفقرة بيكون جزء مهم جدا بالنسبة لنا كده إحنا انتهينا من اللي هو القراءة المتحررة نصيح بسرعة جدا للقراءة قبل امتحان الدور ثاني بالنسبة لك فقرات القراءة طبعا القراءة كلها بتكون قراءة إجبارية في الامتحان بشكل كبير يعني أنا بيجي لي بيقول لي أجب عن كل الأسئلة الآتية مش موضوعين بتختار منهم واحد وده بالنسبة لي مهم جدا يعني إحنا لدينا درس مهم جدا اللي هو في البداية الحياة دقائق وسواني ثم عندنا فالق الحب والنوى لدينا أيضا الحمام المطوقة لدينا درس آخر مشروعات الصغيرة عليك إن انت تقراهم سريعا تحدد أهم المعين اللي موجودة قدامك من خلال فهمك ليه الموضوع هتدرت يجاوب على الأسئلة بشكل كبير كده انتهي ده من القراءة اللي موجودة عندك فقرة القراءة المتحررة يعني عليك إن انت تفهمها جيدا وبعد كده تبتدي تحل الأسئلة زي ما احنا عرضنا كده ولو عندك كمان مصادر أخرى للتدريب تحل أكتر من فقرة قراءة متحررة القصة أيضا مهم جدا إن احنا إراية أحداث القصة ملخصة بشكل كبير اللي انت تقفع على أهم الأحداث اللي موجودة لديك كده بالتالي ده فرع القراءة اللي هو بالنسبة لي بيكون مضمون طبعا سبق لزميل آخر بنشكره طبعا شكرا جزيلا على توضيح كل الأجزاء الخاصة بالتعبير ولذلك احنا بدأنا من حيث وانتهى بدأنا على طول بالقراءة والتعبير أيضا كان لديه عندنا حلقات سابقة عليك عن تذهب لمشاهداتها التعبير الوظيفي والتعبير الابداعي وبالتالي كده فرعين من الفروع اللي هي المهمة جدا ننتقل إلى النصوص اللي موجودة النصوص اللي هي الإجبارية عندنا تلات نصوص بتبتدي تفكر فيهم نص سفينة نوح معنا كمان الحديث الشريف استعين بالله ومعنا ايضا نص اسمه رسالة الى ابني وبالتالي ده نص ناثري بيجي منهم واحد في الامتحان يكون نص إجباري بيقول لي قال تعالى ويصنع الفلكة آية قرانية من نص سفينة نوح ويصنع الفلكة وكلما مر عليه ملأ من قومه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فان نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم طبعا سيدنا نوح وقصته في صنع السفينة بيصنع الفلك وكلما بيمر عليه مجموعة من قومه يسخروا منه اكيد لسبب انه يصنع الفلك السفينة في مكان ليس به ماء وبالتالي يتوعدهم سيدنا نوح بالسخرية ولكن عندما يأتيهم العذاب الذي يهينهم والعذاب المقيم الدائم طبعا من المطلوب بالنسبة لنا ان احنا نفهم المعاني معنى كلمة ملأ من قومه طبعا هنا هل ملأ هل معناها جماعة ام شخص ام فرض ام اضافة طبعا هو مش معناها بالفعل اللي هو ملأة هو قصده ملأ من قومه يعني جماعة من قومه نخلي بالنا بعض الخدع اللغوية التي تحدث معك في الامتحان ولكن ملأ من قومه في السياقها يعني معناها جماعة من قومه ننتقل بعد كده طبعا بالمناسبة جامع كلمة ملأ في هذه النقطة هي جامعها ام لا جامع كلمة ملأ ام لا بالهمزة المفتوحة زي ما انتو شايفين مضاد كلمة مقيم كلمة مقيم عذاب مقيم في اخر كلمة في الاية بيقول لي هل معنا كلمة عذاب مقيم هل معناها مضادات لازم نعرف لازم نعرف معناها تمام لازم نعرف معناها وبعد كده نبدأ نشوف المضاد هل مثلا يا طار هنا مضاداتها اكيد مضاداتها هيكون منقطع لان مقيم معناها لازم دلوقتي هنطلع فاصل بسيط وهنرجع لكم مرة تانية لتكملة الاسئلة شكرا جزيلا تمام احنا كده رجعنا لكم مرة تانية ابنانا طلاب وتعالوا نشوف مع بعض ونستكمل الاسئلة الخاصة بنص سفينة نوح كنا وصلنا قبل الفاصل لبعض المعاني وكنا بنتكلم على معنى كلمة مقيم مقيم وقلنا عذاب مقيم يعني معناها عذاب دائم وبالتالي لما جينا كلمنا على المضاد فقلنا طبعا ان عكس كلمة لازم او اللي هو مقيم اللي هو الدائم خلاص هيبقى عكسها منقطع وبالتالي كان الاختيار بتاعنا صحيح مضاد كلمة مقيم وهو منقطع انتقلنا بعد كده الى سؤال اخر هو سؤال هنا بيدور حوالين الفهم مدى فهمك للآية القرانية او ماذا استفدت من هذه الآية بيقول لي ما سبب سخرية قوم النوح عليه السلام منه وهو يصنع السفينة وطبعا كانت الاجابة ان هو لا يوجد حولهم بحار او محطاط وبالتالي كيف ستسير السفينة وده كان سبب السخرية ولكن هي سخرية وقتية ولكن سيدنا نوح سيصخر منها ولا يقوم طبعا عندما بقى يأتيهم العذاب الذي يهينهم عندما يأتيهم العذاب الدائم اللي هو اللي انقطع له نخلي بالنا ان احنا عندنا فيه نوعين من العذاب في هذه الجزئية العذاب اللي هو كان بيصده سيدنا نوح ان هو عذاب في الدنيا وهو الغرق العذاب الذي سيهين هؤلاء الكفار اللي هو سيهانون عن طريق غرقهم ولكن في عذاب اخر دائم مستمر معهم الى لبد وهو عذاب في الاخرة وبالتالي سينالونا نوعين من العذاب وطبعا دي من النقاط المهمة جدا ننتقل بعد كده الاسؤال اخر بيقول لي علامة يدل استخدام الفعل المضارع وانواع الاساليب بشكل عام من اهم الاسئلة اللي موجودة عندنا في اي ناص بيقول لي علامة يدل استخدام الفعل المضارع في قوله تعالى ويصنع الفلك طبعا الفعل المضارع بيدل هنا على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة يعني تخيل الشكل في الزهن بشكل كبير جدا عندما بدأ الطفان سؤال رقم دال بيقول لي عندما بدأ الطفان وارتفعت امواجه غرقت الارض نادى نوح ابنه ليركب معه اكتب مما حفظت من النص ما يدل على هذا المعنى عايزين طبعا هنا سؤال في الحفظ وبالتالي لو جينا بصينا هنلاقي طبعا الاخرانية اللي بتقول وهي تجري بهم في موجن كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزة يا ابو نايا يركب معنا ولا تكن مع الكافرين دي الجزئية الخاصة بالنص اللي هو التسميع بشكل عام خلينا نقول ان احنا مثلا فرضا لو احنا جاي لنا نص زي رسالة لابني نص نسري ونص طبعا يوجبه درس القراءة الى حد كبير وكلنا يعلم مع معنى كلمة النفر ولكن هنا السؤال لما يجي لي سؤال في الاجباري الرسالة لابني نص نفري المفروض ان هو دراسة ازاي يقدر يقول لي سمع ازاي سؤال التسميع هيجي معايا في نص اجباري زي ده يقول لك الموضوع سيد جدا وبسيط هو يجي يقول لك والله من خلال دراستك لنص كذا اللي هو نص مسلا سفينة نوح هيقول لي هات مما حفظت ما يدل على المعنى القاتي ويروح ميديك اللي هو نص السؤال يعني ايه زي بمعنى كده ان السؤال الاجباري دايما بيكون عندنا سؤال في الحفظ سواء بقى كان النص الحفظ ده من نفس النص اللي جات عليه الاسئلة او ممكن يكون تسميع من نص اخر فالموضوع بالنسبة لنا ما فيوش اي مشاكل ننتقل بعد كده الى نص اخر وهو نص خلال كريمة من النصوص اللي هي الشعرية دايما بيجي لنا بقى نصين شعريين بتختار منهم نص واحد وبرضو لازم ان انت تتأكد من خلال قراءتك للاسئلة يعني مسلا هل بيقول لك اجب عن سؤالين الاتيين اجباري تمام؟ يبقى انت هتجاوب على اي سؤال من غير بيديك اختيارات او ان هو يجي يقول لك لا انت اجب على النص الاتي اجباري اللي هو نص فين يتنوح وليكن ثم نصين شعريين تختار من نقم نص ليه عشان تقدر تجاوبه انا انصحك بايه انا انصحك بقراءة النصين بشكل جيد قبل البداية في الاجابة نصين بشكل جيد هتجاوبهم تمام تقراهم كويس جدا شوف اني نص بالنسبة لك اللي اسئلته انت وفروض تكون بذكر كل النصوص ولكن انت اني نص اللي هي اسئلته في اللحظة الحالية لك هتكون حضرة في ذهنك هتقدر ان انت تقدي فيه بشكل افضل ابدأ حله وبعد كده هتقول لي طب ما انا ممكن احل النصين تمام احل النصين عشان اضمن يصحح لي ويناخد الدرجة الاعلى فيش مشكلة ممكن تعمل الكلام ده بس بعد ما تنتهي من امتحانك بالكامل ما تنساش ان انت هيبقى لسه عندك فقرة نحو لو انت لسه سايب التعبير في الاخر محتاج ان انت تركز في كتابة موضوع التعبير بشكل جيد وبالتالي كل الامور دي مفروض ان انت تكون حريص عليها فعش اضيع وقت فهو اصلا بيقول لي ولسه لدي اسئلة اجبارية لم انتهي منها فطبعا دي النقطة مهمة جدا اختار نص بعناية ابدأ حله خلص الامتحان بالكامل بعد المراجعة كمان من الامتحان ابدأ حل بقى الاسئلة اللي هي فاضية لو انت عايز تزود او تضمن الدرجة الاعلى بشكل كبير بيقول لي نص خلال كريمة بيقول لي فالناس هذا حظوه مال وذا علم وذا كمكارم الاخلاق والمال اللي لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الاملاق من الكلمات المهمة في هذا النص لما تخلي بالك كده من كلمة الاملاق يعني مثلا نقول على سبيل المثال ان كلمة الاملاق يعني معناها الفقر الشديد تمام وانت اكيد عارف الكلام ده طيب تدخره دي معناها تحفظه يعني لما اجا اقول لك معنا كلمة تدخره يعني تعني لي تحفظه فدي من النقاط اللي هي المهمة جدا بيقول لي بالعلم كان نهاية الاملاق يعني معنى الكلام ده او شرحه بشكل بسيط جدا يعني جاي بيقول لي المال يؤدي الى الفقر لا ما تحاولش تستغرب ازاي المال هيؤدي للفقر اذا لم يحفظه الانسان بايه بقى بالعلم يعني ايه يحفظه الانسان بالعلم يعني يعني يخلي باله كويس جدا ان هو يكون بينفق الاموال بتاعته يستثمرها بشكل علمي عشان يقدر يحافظ على هذا المال اما اذا كان المال بدون علم يحميه وبالتالي المال ده سيؤدي بصاحبه اكيد لا محالة الى الفقر الشديد ستضيع كل هذه الاموال تمام وسيعود فقيرا مرة اخرى وهكذا ايضا البيت التالي بيقول والعلم ان لم تتنفه شمائل شمائل معناها صفات او معناها خلال صفات فهنا بيقول لي شمائل تعلي كان ماطية الاخفاق اخفاق واضح جدا الاخفاق يعني معناها الفشل وبالتالي انا هنا بقول ان العلم العلم دون اخلاق سيؤدي بصاحبه الى الفشل حتى وان جنى الكثير من الاموال فالفشل ربما يكون فشل في الاخيرة وبالتالي العلم دون اخلاق تحفظ وتحميه تعيده الى الطريق الصحيح العلم بصاحبه سيؤدي به الى اكيد الاخفاق والفشل الشديد تعالى نشوف السؤال الاول في دوق فهمك للابيات تخير الاجابة الصحيحة جامع كلمة مطية مطية يعني وسيلة للركوب بيقول لي جامع كلمة مطية امطية مطاية مطاون ومطايات طبعا هي جامع كلمة مطية اللي هي امطية طبعا اجابة انت شايفها اجابة صحيحة وهتجري عليها فبحزرك ان جامع كلمة مطية مطاية ومطي مطاية ده الجامعة بتاعها ومطي اما امطية طبعا اجابة خاطئة بالمرة معنى كلمة محصنا محصنا يعني معناها محتميا محتمياً اللي هي الإجابة الأخيرة هي دي الإجابة الصحيحة هننتقل بعد كده quanto سؤال بيقول لي اختلفت حظوظ الناس في الدنيا واضح ذلك من خلال فهمك للأبيات تحديداً البيت الأول يعني البيت الأول هو اللي بيقول لك اختلفت حظوظ الناس في الدنيا حظوظ الناس هو الراجل للشعر هنا أسمها اللي هو من الناس من أعطاه الله المال ومنهم من أعطاه الله العلم فالناس هذا حظوهه مال زي ما أنت شايفه اهو تمام. وبعد كده بيقول لي من. اه ومن هم من اعطاه العلم ومن من منحه مكارم الاخلاق. طبعا مفرض كلمة مكارم كانت موجودة معنا في الاول او دور الاول اللي مثرها كلمة مكرومة من الكلمات اللي هي المهمة. اه ننتقل الى الجمال في محصنا بالعلم. محصنا بالعلم. معناها او يقول لي ما الجمال فيها. الجمال يعني معناها انه هو التعبير ده يوحي بايه? او التعبير ده يدل على ايه? يعني لما يجي سؤال ما الجمال? وانا مش حافظ مواطن الجمال. مش حافظها. هو احنا اصلا يعني بناعتمد على الفهم. وحتى في المراحل الاخرى في المرحلة الثانوية. بناعتمد على في البلاغة على استخراج مواطن الجمال. فبالتالي ده شيء واضح جدا بالنسبة لان هو بيعتمد على الفهم في المقام الاول. مش بيعتمد على الحفز. اتصرف ازاي دلوقتي? بيقول لي ما هي يقول لي ما الجمال او ما الصورة البيانية هنا او اه اه مسلا ما سر جمال هنا في هذه النقطة. هتروح ايه بمنتهى البساطة. هتجرى الجملة دي كويس. وتشوف الايحاء بتاعها. يعني توح بايه? او تدل عليه. هزي الجملة. او تشوفها لو كانت اسلوب. اسلوب زي اسلوب نداء مسلا. اسلوب امر او اسلوب نهي مسلا. طب لو ما كانتش اسليب خلاص ممكن يكون مسلا شبه شيء بشيء. فتقول تعبير جميل شبه كذا بكذا. فهنا مسلا على سبيل المثال لو جينا اقولنا محصنا بالعلمي. في النص كنا لسه وغدينها. محصنا بالعلمي. هقولها ازاي? هنا ما فيش اسلوب امر ولا اسلوب نهي ولا اسلوب نداء مسلا. وما عنديش كمان ان انا اقول والله لا ده هنا اقول يدل على كذا. ما مش عارف يدل على ايه. خلاص اقول طب ما شبه العلم كأنه حسن. شبه العلم كأنه حسن بيحتمي به. هقول مسلا هنا كان مطية الاخفاق. يبقى ازا شبه العلم بدون اخلاق كأنه وسيلة الى الفشل. يعني بص بشبه هنا ده بدا. فهنا بالتالي انا بوضح ازاي نقدر نوضح مواطن جمال او ازاي احنا نقدر نستخرجها. بيقول لي محصنا بالعلمي. تعبيل جميل يشبه العلم كأنه حسن منيع يحمي المال زي ما هو موجود قدامك. ده محصنا بالعلمي. لو جينا انتقلنا بعد كده الى نص اخر. من النصوص اللي هي عندنا نص وادي الكنانة. الكنانة معناها جعبة السهم ووادي الكنانة المقصوب بيها مصر. فبيقول الشاعر في البيت الاول فيا واد الكنانة. لو جينا بصنا كده بيقول يا واد الكنانة لن تزولة. يا واد الكنانة بيخاطب مصر. وبيقول له لن تزولة. وفيك النيل يجري سلسبيلة. فيك النيل يجري سلسبيلة. يطوف بمائه عرضا وطولة. ويبسط فيضاه عاما فعاما. بساطك سندس وثراك تبر وجوك مشرق وهذاك عطر. فهنا جاي بيقول له هو بيخاطب واد الكنانة. في البيت الاول بيقول له لن تزولة بسبب وجود النيل. اللي هو بيقدم الخير. ويبسط الفيضة. بيبتدي يخاطب النيل او مصر مرة تانية. ويبتدي يظهر مظاهر الجمال في مصر. من حيث البساط اللي هو سندس يعني معناها حرير اخدر. تمام? حرير اخدر دي معناها الحرفي. تمام? بساطك سندس تعبير يوحي بجمال ارض مصر. فراك التراب تبر اللي هو تراب الدهب. وبالتالي التراب كدهب ذهب. وبالتالي هنا لما نجي نكلم على تراب ارض مصر وكأنه دهب ده بيوحي بقيمة ارض مصر. يعني يوحي ايه بقيمتها? يعني ان هي غالية جدا وبالتالي يضحي من لها الكثيرون. جو كمشرق اعتدال الجو شزاك عطر الرائحة الطيبة. دعا لانتقل بعد كده الى الاسئلة. بيقول لي هنا اه جامع كلمة وادي. هل يطرى ادواء ولا ادوية? وديان ولا دواية? فطبعا هي الجامع الصحيح بالنسبة لنا هي جامعها وديان. ثم بعد كده ننتقل الى سؤال اخر وهو مضاد كلمة فايدة. هل يطرى مضاد كلمة فايدة هنا يقصد بيها? اللي هي لكلمة نقص? جفاف? عطش? ام زوال? طبعا الاجابة الصحية بتاعتنا هيكون اه جفاف? فايدة يعني معناها كثرة المياه على جسال جفاف? المياه? وانا ننتقل الى السؤال الاخر بيقول سؤال اه بما يطمئن الشعر بما يطمئن زي ما انت شايف يطمئنه بان هو لن يزول مدام النيل يجري فوق ارضه. طالما نهر النيل موجود وبالتالي الوطن لن يزول. يا واد الكنانة ما الجمال في هذا التعبير? اهو ده بقى الحتة اللي انا كنت بقول لك عليها. يعني في السابق في النص السابق كنا بنتكلم على مواطن الجمال. ازاي تقدر ان انت تسخر مواطن الجمال? فتقول ما الجمال? تعم? في الجزئية دي. فانت هنا مسلا بالنسبة لك يا واد الكنانة. فانا ما يقول يا واد الكنانة. فدوت هنا اسلوب نداء زي ما انت شايف. طب انا بنادي على واد الكنانة. وانا بنادي عليه. طب ايه الغرض من هذا النداء? بقول يا واد الكنانة. ايه الغرض منها? الغرض منها اكيد هو التعظيم. وبالتالي لما هي يقول لي ما الجمال هنا في هذا التعبير? هروح اقيد له اسلوب نداء غرضه التعظيم. ودي من النقاط اللي هي المهمة جدا جدا. كده احنا قدرنا ان احنا نوضح بشكل عام اللي هو النصوص اللي موجودة عندنا خلي بالنا. انه احنا عندنا كمان نص اخر اللي هو نص حب الوطن. تمام? بالنسبة لنا برضو مهم جدا. طيب قبل ما نبتدي بقى ندخل في القواعد النحوية تمام? وطبعا سيبكم كده فرصة ان انتم تجمعوا كده كل المعلومات اللي موجودة عندكم في النحو. ونشوف ايه الاسئلة اللي احنا ممكن توقفوا قدامكم. هنطلع فاصل صغير كده عشان تجمعوا في كل هذه المعلومات ونرجع مرة تانية مع فقرة النحو ومراجعة نحوية مهمة جدا. رجع لكم مرة تانية ومعانا فقرة من الفقرات اللي هي المهمة جدا في النحو طبعا الفقرة اه وحنا بنتناولها الهدف منها هو مراجعة كل الجزئيات الخاصة بقواعد النحوية. مهم جدا ان احنا نلفت الانتباه لنقطة مهمة. انه هو النحو تراكمي. وبالتالي من الوارد جدا ان يكون معاك مجموعة من الاسئلة مش بس اللي هي كانت مقررة عليك موجودة في الترم الثاني. ولكن هي ايضا ممكن تقول موجودة كانت وتامت دراستها في الترم الاول او حتى من السنوات السابقة. مهم جدا ان احنا نلفت الانتباه لذلك. وبالتالي تعال ان بص كده معايا في فقرة النحو هنبتدي نتناقش مع كل نقطة فيها بشكل كبير. بيقول لي ما اعظم السعي وراء الهدف. مهم جدا بالنسبة لان انا افهم الجملة ديت ان هي تعجب. ما اعظم السعي وراء الهدف. فكلمة وراء تمام من المعلومات اللي هي المهمة ان دي عبارة عن ظرف وبنسميه ظرف مكان مهم جدا ان انت تخلي بالك من الظروف. والمذاكرة بجد بني نعمة ما تفعله الان. المذاكرة بجد نعمة ما تفعله الان. المذاكرة بجد ده كده يعتبر بالنسبة لي مخصوص بالمتح. احنا كنا واخدين. المخصوص بالمتح ده في الصف الثالثة اعدادية التلم الاول. اللي هي نعمة وبئسة. نعمة للمتح وبئسة للذم. فبيقول لي نعمة ما تفعله الان اللي هو المذاكرة بجد. فهنا جاب المخصوص قدام. عادي جدا ما فيش مشكلة. وهو بيعرب بيعرب مبتدأ. عادي ما فيش مشكلة. نقول المتدأ مرفوع. علامة رفع وقتضمة. فيش اي مشاكل. المذاكرة بجد بني نعمة ما تفعله الان. مهم جدا بالنسبة لي ان هو اعرب الكلمة اللي جاية بعد نعمة. هنروح ايدين كده على الهامش بسرعة وانت بتسجل معايا. ان انا عندي نعمة اللي هي خاصة بالمتح. او كلمة بئسة. هيجي بعديها حاجة كده. هنقول ممكن يجي بعديها نكرة. تمام? زي ما انت شايف. ممكن يجي بعديها معرفة. لو جي بعديها نكرة فانا احب اقول لك بمنتهى البساطة ان الكلمة نكرة دي تعرب تمييز. فمهم جدا ان انت خلي بالك تمييز منصوب. على سبيل المثال يعني. تمام? ان انا اجي اقول لك نعمة عملا. تمام? اقول نعمة عملا. تمام? المذاكرة. نعمة عملا المذاكرة. بص هنا بص هنا كلمة عملا اللي هي جاية بعد نعمة على طول مباشرة كلمة نكرة. وبالتالي لما اجي عربها هاروح ايل تمييز. وبعد ما اقول تمييز هاروح ايل تمييز منصوب. كل ده ليه? لان كلمة نعمة جاي بعدها كلمة نكرة. اما لو جاية بعد النعمة وبئسة كلمة معرفة معرفة من سبيل مثلا اللي يكون فيها الف لام وليكن او معرفة بالاضافة يعني جاية بعدها مضاف إليه على سبيل المثال برضو علشان تبقى واخب بالك انا مثلا انا بقول لك فيها الف لام او معرفة بالاضافة هقول لك مثال مثلا رقم اتنين يجي يقول لي نعمة العمل نعمة العمل او نعمة طالب العلم المجتهد طالب العلم المجتهد يعني احسن طالب من ضمن الطلاب هو المجتهد هنا نعمة العمل الصدق واليكن بص معايا هنا هتلاقي جاي بعد نعمة على طول كلمة فيها علف ولم يبقى اذا الكلمة دي اللي هي معرفة دي هتتعارب فاعل زي ما انا قلت لك كده المعدلة بالنسبة لنا خلصت طالب العلم هي كلمة معرفة بالاضافة يبقى كلمة طالب هتعاربها فاعل طب لو كانت نعمة طالبا لو كانت نعمة طالبا كانت ساعتها نقول نكرة وبالتالي نعريبها تمييز منصوب ودي من النقاط المهمة جدا نخلي بالنا هنا بقى بيقول لي نرجع مرة تانية نعمة ما طب كلمة ما دي عبارة عن ايه نكرة ولا معرفة كلمة ما يقول لك ما دي معرفة خلاص هنعريبها فاعل فلما نيجي نبص كده اعراب كلمة ما تروح قايل كده فاعل مرفوع افرد جيت عملتي كده فاعل مرفوع وبعد كده اروح تقيل علامة رفعه اتضمه هيحسب لك غلط في الامتحان غلط في الامتحان بلا شك بلا شك هتكون الجابة خطيئة ليه وانا بقول ما فاعل مرفوع علامة رفعه اتضمه تمام عملها لي غلط تمام معنى هي فاعل فاعل انت اللي قلت ان هي بيجي بعد نعمة تمام كلمة معرفة بتكون فاعل طب ما ما كلمة معرفة ليه تعملتلي غلط لان كلمة ما مش اسم عادي ده بقى المهمة النقطة المهمة في تاني عدادي لما جينا قلنا ان نحو تراكمي فالحاجات دي مهمة في عندي حاجة اسم مبني الاسم المبني ده بيتعارب بطريقة مختلفة يتعارب بطريقة مختلفة ازاي تعالوا نشوف يقول لي مسلا هنا اسم موصول اروح قايل كده اسم موصول ده في البداية تمام وبعد ما اقول اسم موصول بعد ما خلاص كلمنا اقولنا اسم موصول هنروح قايل الاسم موصول مبني وبعد كده هروح قايل في بحل بص بقى رفع فاعل فرقة يعني او طبعا فرقة كتير جدا تمام ان انا اقول ما اقولش بقى فعل مرفع في الاول لا ده اقول اسم موصول ثم اقول كلمة مبني ثم اقول في محل رفع يهي فعل طب افرد جاتلي في الامتحان مسلا ولكن هو تمام هو طالب مجتهد هو هنا عاربة زي عاربة ضمير عشان ده ضمير اروح قايل ضمير وبعد كده اروح مبني منفصل مبني في محل رفع مبتدأ شوف هنا عشان ده اسم جاي في الاول طب افرد جالي مسلا ان هذا الطالب ان هذا الطالب مجتهد وليكن فانا هنا دي هذا اروح قايل ده اسم اشارة وبعد كده اروح قايل اسم اشارة مبني تمام وبعد كده اروح قايل في محل نصب اسم انه نقطة مهمة نقطة مهمة دي ان انا اخد الاول نوع الاسم المبني يعني هل هو اسم اشارة هل هو اسم مصول هل هو ضمير وبعد كده اروح قايل في محل وبعد كده اشوف الموقع الاعرابي بتاعه وكده يبقى احنا بالنسبة لنا خلصنا من اعراب اه خلصنا من اعراب ما ودي من النقاط المهمة تعالوا انتقل بعد كده الى العمل الجاد فالعمل الجاد ده مهمة جدا شايفين الفاق دي ناس كتير جدا بيفتكروا ان الفاق حرف جر احب اقول لك لا الفاق هنا استقنافية والاستقنافية دي لها محل اللام العرب تمام استقنافية وبالتالي ليس لها محل اللام العرب امال دي مش حرف جر لا 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 خالص حروف الجر اللي هي مسلا زي كاف زي اللام زي الباء مسلا لكن انا بالنسبة لي مفيش فيه خالص حرف جر وبالتالي اتعامل مع كلمة العمل ان هي مبتدى عادي طب انا بقول الكلام ده ليه لان انا عندي كلمة العمل وعندي كلمة الجاد طبعام بص هنا كده هتلاقي عندك اسم معرفة اللي هو كلمة العمل جاي وراء اسم معرفة اخر اللي هو كلمة الجاد والاسم المعرفة ده يصفه يعني بيوصفه وبالتالي كده اقدر اقول ان كلمة الجاد نعت اقول نعت يعني صفة نعت مرفوع وبعد ما اقول نعت مرفوع? طب ثانية واحدة انت جيبت المرفوع دي منين? تمام? انا جيبت المرفوع لان انا اعرابت العمل. شفت بقى شفت انت بقى لو كنت اعرابت ان في حرف جر والعمل اسم مجرور كنت قلت نعته مجرور. فكاد هتتبقى بالنسبة لك اجابة خاطئة. عشان كده قلنا نعت مرفوع علامة رفعه. تعال بقى نشوف علامة رفعه هنا ايه? علامة رفعه هتكون اتضم لانه هو مفرد. ودي من النقاط المهم. طب انا عندي نقطة تانية بتيجي في الامتحان. يجي وقل لي مسلا والله ايه? حافظت حافظت مصر. وروح اقول لي كده حافظت مصر على ابنائها. بص كده ابنائها المخلصين. المخلصين. الحركة دي ممكن تيجي معايا في امتحانات كتير جدا. وحط لي خط تحت كلمة المخلصين. احب انوه واقول. تمام? ان انا عندي قاعدة. انا مش عارف مين نطلع على زي الاشاع. وامكن انا قلت كده في حلقات المرحلة السنوية. ان هو حرف جر اس مجرور يجي وراء مضافق ليه. خلي بالك القاعدة دي خاطئة مية في المية. تمام? طب ليه خاطئة مية في المية ليه? كنت بقول كده. لان انت هنا بترجع تبص معي. هتلاقي كلمة المخلصين معرفة. كلمة ابنائها اللي جاية قبليها معرفة ايضا. كده انت عندك كلمتين معرفة وربعض وبالتالي هتقدر تقول نعت بقى ريحية. تعال اشوف كده. بيقول لي هنا حافظت مصر على ابنائها المخلصين. هنا بص هنا كلمة ابنائها كلمة ابنائها هنا معرفة. بص هنا كلمة المخلصين معرفة ايضا. تمام? دي فيه الفلام دي معرفة بالاضافة. فبالتالي عندي معرفتين طالما عندي كلمتين معرفة يبقى دي كده بالنسبة لي هتبقى نعت وليست مضاف دي. فهروح ايضا طبعا مجرور. عشان اللي قبل منه مجرور. وكده بالنسبة لي الموضوع منتهي فيما يخص اعراب كلمة العمل الجاد. الدقوب هو من قياس تمييزك وتفوقك والتعلم. والتعلم. هي مش موجودة عندنا في الاعراب بس عجباني جدا والتعلم. والتعلم. بص في فرق بينه لا والتعلم وبين اعلم. ايه الفرق ما بينهم? يقول لي اعلم دي هتروح اي الفعل امر. وبعد ما تقول فعل امر هتروح اي المبني على شوف انت بقى هنا مفيش اي حرف الا متشال ولا نون متشالة. فيبقى فعل امر مبني على السكون. سهل جدا الكلام. طب هنا والتعلم. تحس ان هي اديتك نفس المعنى. يعني ايه? يعني وانا بقولك واعلم كزا. تمام? هي هي كايني بقولك والتعلم كزا. فالتعلم دي هقول فعل امر يعني? لأ. ده هنا فيه لام اسمها لام الامر. اهي موجودة عندك. اللي هي في الاول دي. اسمها لام الامر. لام الامر تجزم الفعل المضارع. تجزمه يعني ايه يا شباب? يعني اقول عند كلمة تعلم دي لما اجع ربها اروح اقيل فعل مضارع. مجزوم. بسبب وجود لام الامر. وهكي اروح اقيل العلامة جازمه السكون. يبقى دي نقطة مهمة. فيه فرق كبير من والتعلم واعلم. والتخلصه اخلصه. يبقى فيه فرق ما بين الاتنين. طيب ننتقل الى نقطة اخرى. وهي بيقول لي والتعلم ان الكسل من شيء من نفوس الوهنة. اه مش عاف تقرأه ولا ايه? الوهنة. وهن يعني معناها ضعيف. النفوس الوهنة للقوية. للقوية. طبعا هو بيقول لي يعرف كلمة القوية. اللي انا اعرفه. ولي طالبة كتير تعرفه طبعا. تمام? ان كلمة لا. لما نيجي نبص عليها كده. تقول انت دايما بعدها ايه? او ما تشوف كلمة لا يعني. تروح اقيل فعل مضارع. اكيد تروح اقيل فعل مضارع. مجزوم. مسلا. تمام? لان هي دايما بتخش على الفعل. فالغريب هنا في الموضوع تمام في الفقرة دي. ان كلمة لا هنا مش جاية وراها فعل. اما الكلمة لا هنا ايه اللي حصل? يقول لك كلمة لا هنا جاية ما بين اسمين. الاسمين دول عكس بعض. طبعا? يعني يجي يقول لك مسلا عندك الوهنة. طبعا اهو? وعندك القوية. فتلاقي عندك هنا كلمة لا وهنا ايه دي كلمة لا اهي? طبعا? بينها الوهنة وبينها القوية. فهنا بص حسن اتنين دول عكس بعض. اعمل انا ايه دلوقتي? يقول لك ان لا دي هنعتبرها احنا كده حرف عطف. على طول انه روح ايدين حرف عطف. يعني اللي بعدها ده معطوف ياخد اعرابي اللي قبل منه. طب حلو. هروح ايل معطوف. كده خلاص اهو معطوف. نقص عندي بقى. اقول بقى مرفوع ولا منصوب ولا مجرور. اعرب كلمة الوهنة. علشان تعرب الوهنة لازم تبص كده تلاقيها معرفة. تلاقي النفوس معرفة. ازا الوهنة دي نعت. يبقى عشان اعرب الوهنة لازم اعرب النفوس. ينهرب يد. ده ده اللي انت مفروض تعمله في الامتحان. يعني شوف تابع. وبعد كده الكلمة اللي قبل منه طلعت هي كمان تابع للي قبل منه. يبقى احنا عايزين بال طويل. فهم كمان. مش انت اقول انت معطوف. انت معطوف دي ما تدركش لنص الدرجة. كلمة معطوف. لكن انت محتاج بقى تقول معطوف ماله. يبقى انت لازم ترجع للكلمة اللي قبل منه عشان تشوف اعربها ايه. تمام? فلقيت ان الوهنة نعت هي كمان. والنعت تابع ايضا. بياخد اعرب اللي قبله. فلازم تعلم كلمات النفوس. هتروح عندي كلمة النفوس. بص عشانش هتلاقيها الشيم النفوس. كلمة نكرة. اهي. كلمة نكرة. وراها كلمة معرفة اللي هي النفوس. يبقى النفوس هنا مضاف ايه. مضاف ايه مجرور. يبقى نعت مجرور. يبقى رعايل معطوف مجرور. عطوف مجرور. علامة جره طبعا ايه? الكسرة. مفيش اي اي مشكلة عندي في النقطة دي. طيب ننتقل بعد كده الى نقطة اخرى واعراب تاني. مهم جدا. انا هنا حابب ان انا اتعامل معاك كأنك برضو قاعد معايا. فبيقول لي فالجهود المخلصة المبزولة في سبيل هدفك مصونة لا تضيع ابدا. تمام? هنا عايز اقول لك اعراب كلمة تضيع ايه? فكر فيها. فكر. تمام? كويس جدا. اعراب كلمة تضيع ايه? فعل مضارع من الاخر يعني. اقول فعل مضارع مجزول? ابديك اختيارات? ولا فعل مضارع مرفوع? بيقول لي الجهود المخلصة المبزولة في سبيل هدفك? مصونة لا تضيع ابدا. لا تضيع ابدا. يا طرى كلمة لا تضيع ابدا. هل هنا اللي موجودة? لا ناهية ولا نافية? يقول لك بص بقى سيدي. انت عندك هنا كلمة لا تمام? اللي موجودة هنا عندك? دي مش لا نافية. مش لا ناهية. يعني ايه الفرق ما بينهم? لو رجعتني كده هقول لك ان لا اللي هي الناهية يعني معناها ايه? بطلب منك ما تعملش حاجة. يعني مسلا ايجا هقول لك ايه? لا تنشغل اثناء الشرح. لا تنشغل. تمام? بطلب منك ان انت لا تنشغل. طب ايجا اقول لك مسلا والله الطالب لا يهمل. الطالب لا يهمل. الحق لا يضيع. الحق لا يضيع. وانا بقول لك الحق لا يضيع. انا مش بطلب منك حاجة. انا بقول لك معلومة بان فيها. يبقى لا هنا اسماء لا نافية. فيه فرق ما بين لا نافية? لا ناهية. لان ناهية تجزم الفعل للمضارع. لا نافية? نعملش حاجة. يعني شوف قبليه لو فيها دات مصبقة ودات جزم. تمام. يبقى منصوبة او مجزوم. ما فيش يبقى مرفوع. لان نافية ما بتعملش حاجة. فانا ابص على الفكرة كده اجا اقول لك الجهود المخلصة المبزولة في سبيل ادافك لا تضيع. فانا لا تضيع بالنسبة لي انا مش بطلب منك حاجة. هنا نافية. وبالتالي لما تيجي تعريبها تروح اي الفعل مضارع. وبعد كده تروح اي الفعل مضارع مرفوع. لان هنا ما فيش اداة مصب ولا جزم. فعل مضارع مرفوع. علامة رفع طبعا الضمة. اما لو جيت قدتلك كده لا تضيع هدفك. لا بص هنا لا تضيع شتان الفارق. ما بين الجملتين. هنا الجهود المخلصة لا تضيع ابدا. لا تضيع هدفك. هنا دي ناهية. وبالتالي اروح اي لده. مضارع مجزوم. مضارع مجزوم. شوف بقى علامة جزمه هنا. هتكون علامة جزمه ايه السكون. فطبعا من النقاط المهمة جدا جدا جدا. في بقى ملاحظات عندي. في ما يخص كلمة الان. اول عليها دي. دي للمعلومات اثرائية كده. هروح اقايل دي ظرف زمان. مبني على الفتح. لان دي من الظروف المبنية. كنا اخدينها في تانية عادية دي. هنا عندي كلمة ابدا ابدا من الكلمات الثوابت. اللي هي دايما بتكون ظرف برضو ايضا زمان. ولكن منصور علامة نصب الفتحة. تمام? فطبعا من النقاط اللي هي المهمة جدا جدا عندنا. تعالوا انتقل بعد كده الى آآ نقطة اخرى. وهي المرة دي استخراجها. استخرج من الفقرة. تمام? منادة وبين نوعه. دي آآ تحسبا من النقاط اللي احنا قلنا عليها. منادة في الترم الاول. ما فيش مشكلة. النحو تراكمي. لازم نكون عارف النقطة دي. طبعا انت هنا وانت قاعد بتدور في الفقرة. طبعا يا سايبك انت بديك كده تلاتين ثانية. يعني بتكلم كده اي كلام. لغاية لما انت تقعد تدور على المنادة وتتخرجه انت يعني. تمام? علشان تقدر تشوف انت فاهم ولا لا. في المنادة يا ترى? في خطأ شائع انت ممكن تعمله. خطأ شائع ده لو انت روح تدورت على المنادة عن طريق اداة النداء. يعني لو انت متخيل ان اداة النداء هي المفتاح اللي يوصلك للمنادة فقط. فانت ممكن تغلق. لان اداة النداء ممكن تحزف. في كثير من الاحيان بتحزف. فاتخلي بالك من دي. لو جيت معي للفقرة هتلاقيني بقولك ما اعظم السعي وراء الهدف. وبعد كده بقولك والمذاكرة بجد بني. اصدى اقولك يا بني. فهنا اداة النداء اتحزفت. فهنا كلمة بني هو المنادة. كلمة بني فيها يا متكلم في الاخر. فهفكرك كده ان طالما المنادة في يا متكلم. في النهاية يبقى ازا هو اسمه منادة مضاف. منادة مضاف بيكون منصوب ده نوعه منادة مضاف. تمام? في ازا بالتالي في الاختيار بقول المنادة هنا اللي هو كلمة بني. تمام? ونوعه طبعا لو جيت بسيت معي هتلاقي نوعه هنا اللي هو مضاف. ودي من النقاط المهمة جدا. طبعا بيكون مضاف ومضاف ايه? منصوب. فلو رجعنا للسؤال التاني بيقول لي عايزين بقى اسم فاعل من فعل ثلاثي واخر من غير ثلاثي. وانت رايح تدور على فعل ثلاثي اسم فاعل من فعل ثلاثي. لازم تكون عارف معلومة. مهمة. ان اسم الفاعل من الثلاثي بيأتي على وزن فاعل. ممكن يبقى فاعل في حالة ان هو حرف هتشال. زي ساعن. داعن. تبقى? راجن. يبقى ازا الحاجات دي كلها بتبقى على وزن فاعل يعني في حرف هتشال. وفي ايضا على وزن فاعل اللي هو العادي كاتب عامل وممكن يجي لك جامعة زي كلمة الطلاب. هت مفردة بطالب. فاعل برضو. فانا السلاسي بيجي على وزن فاعل. طب غير السلاسي. يقول لك غير السلاسي بيجي مين مضموما في البداية. تمام? حرف اول ومين مضموما. زي كل زملاء ما وضحوا في الحلقات السابقة. ومكسور ما قبل الاخر. هجي هقول لك مسلا مستخدم. مهتم. مهتم هنا طبعا دي اسم فاعل حسب السياق. هجي هقول لك مخلص في عمله. مخلص في عمله. وبالتالي تعالى بص كده معايا للفاقرة. يا طرح هنطلع اسم فاعل من فاعل السلاسي ازاي? واخر من غير سلاسي ازاي? فين اسم فاعل من الفاعل السلاسي? هنمشي مع بعض واحدة واحدة. ما اعظم السعي وراء الهدف? والمذاكرة بجد بني نعمة ما تفعله لان الغد ده فيش حاجة على وزن فاعل. العمل الجاد. اول كلمة عندك فيها مشكلة اللي هي كلمة الجاد. شايف كلمة الجاد دي? دي على وزن فاعل. واحد مستغرب جدا. يقول لي كلمة جاد على وزن فاعل? اه مصد دال مشددة. كلمة جاد عاملة زي كلمة دال. يقول لك الدال على الخير كفاعله. دول الكلمات دول على وزن فاعل عادي لان الحرف هنا مشدد. طيب تعال كمل معايا. الدقوب هو مقياس تمييزك وتفوقك ولتعلم انك كسل من شيء من شيء النفوس. النفوس دي كلمة جامعة هات مفردها نفس. فاش حاجة. وهنا قوية. الجهود المخلصة. تعال بص هنا كده. شيل الالف والام. شيلتهم مربوطة. فبقت كلمة اسمها مخلص. مخلص اللي هي مين مضمومة? مقصول ما قبل الاخر. هي فعلا هي كلمة المخلصة. يبقى احنا هنقول اسم فعلا من السلاسي الجاد. طيب? كلمة الجاد. طيب وكلمة آآ آآ اسم الفعال من غير السلاسي هيكون كلمة المخلصة. بكتبها زي ما هي موجودة في الفقرة بالزبط. فبالتالي كده احنا قدرنا نوصل لي اسم الفعل سواء من السلاسي او من غير السلاسي. آآ اسم مفعول من فعل معتل وذكر فعله. خلينا اقول ان اسم المفعول اللي هو في العادي. تمام? اسم مفعول من السلاسي طبعا. في العادي بيكون على وزن مفعول مكاوم من خمس حروف. يعني مثلا على سبيل المثال. هقول لك كلمة محمود مفعول. هتلاقي كلمة مفهوم مشروع مضمون. تمام? كلها على وزن مفعول. فكلها خمس حروف. المعتل اللي بيحصل فيه مجموعة من التغيرات. الفعل المعتل. لما يكون الفعل بتاعي المعتل. ما بيجيش خمس حروف عادي كده. تمام? بيجي دايما لو هو معتل الوسط. على اربع حروف زي كلمة مقول. او مسلا مصون. فدي نقول ها مسلا اللي هي الوزن بتاعنا اللي هو فيه حرف منه متشال. لو جينا مسلا عندنا كلمة معتلة الاخر. زي مسلا دعا. فتقول مدعو. وتقول مسلا كمان عندي مقضي. فدي الكلمات اللي هي بتبقى فيه حرف الا في الاخر. يبقى احنا كده واحنا بنرجع على اسم مفعول نقول. الاسم مفعول من السلاسي. ممكن يكون كلمة على وزن مفعول. الشكل العادي التقليدي. اللي هو بقى مبذول زي موجود عندي في الفقرة. مضمون آآ مشروع اي حاجة من الحاجات دي. وممكن يكون واحدة شبه الكلمات اللي انا هقولها. مقول. ممكن مقول بدل مقول تبقى مصون. ممكن تبقى مسلا ببيع. مهيب. تمام بص كلمتين شبه بعض. هتلاقي مسلا كلمة مدعو. مرجو. متلو. اللي هو القرآن الكريم. فهنا بص هتلاقي هنا ايه كلمات اربع حروف اخيرة وهو. هتلاقي مسلا مقضي مهدي. تمام? فهنا بص هنا هتلاقي برضو كلمات اربع حروف اخيرة ايه. يبقى هي دي اسم مفعول. ده الشكل. تعالوا نشوف بقى ايه? عايزين اسم مفعول مش الاسم مفعول العادي. احنا عايزين اسم مفعول اللي هو معتلى. فهتلاقي مسلا فين الكلمات الاولها ميم? هتلاقي الكلمات اللي هي اولها ميم مسلا لها مذاكرة ومقياس ما لهاش علاقة باسم مفعول. هتلاقي هنا بقى عندك الجهود المخلصة مبذولة بص هنا كلمات مبذولة. بس بص مبذول ده اسم مفعول العادي اللي انا بقول لك عليه. اسم مبذول على وزن مفعول عادي. فده فعله بوذلة. بص هنا يعني الفعل بتاعه يعني ما فيش اي حرف من حروف ايه الا الا. ما فيش حروف الا هنا عندي خالص. طيب تعال اكمل كده معي بيقول لي في سبيل هدفك مصونة. بص هنا كلمات ايه? كلمة مصونة. يقول لك كلمة مصونة لا تضيع. فكلمة مصونة هنا في هذه النقطة هنا فيها حرف علة في النهاية. جيت اقول لك كده في الوسط. مصون هتلاقي الفعل بتاعها صينة. اهو. اللي هو ده الفعل مبني مجول طبعا. الفعل العادي العادي خالص اللي هو صان. الفعل صان. فهنا عندي صينة زي ما انت شايف اهو. وعندي هنا كان مصون في البداية. فطبعا دي من النقاط اللي هي المهمة جدا عندنا. اللي هي كلمة مصونة. هي طلعت الاجابة الصحيحة. كلمة مصونة. اسم فعول من فعل معتل. اسكر فعله. طبعا الفعل لازم يكون مبني للمجول. فهيبقى صينة. بالمنظر ده. صينة. تمام? طيب. ننتقل الى سؤال اخر. استخرج من الفقرة ايضا. اسم الى وبين وزنه. اسم الى. الالات اللي هي مستخدم طبعا بتيجي على اوزان مختلفة. يعني مسلا في عندنا مفعل. زي مصعد. في عندي مفعلة. تمام? زي مسلا اه مكنسة. مغسلة. او عندي مسلا كلمة زي كلمة مرآة. تمام? او مكواة. حاجة غريبة جدا ان دول على وزن مفعلة. في عندي وزن اسمه مفعال. مفعال زي مفتاح وليكن. غير بقى. غير فعول. حاسوب. فاعلة. ساقية. تمام? غير مسلا فعالة. زي مسلا نظارة او سلاجة. وفي عندي فعالة اللي هي زي خزانة. فدول اوزان اسم الى. فتعالا بصي هنا هتلاقي كلمة مقياس في السطر التالت. مقياس على اساس ان هي اداء للقياس. فمقياس على وزن مفعال. وده اسم الى. معروف هنا جدا بالنسبة لنا. من او اسم الى اللي هو بيبقى مش مشهور يعني. مقياس مفعال. وفي عندنا ايضا من الحاجات اللي هي مهمة تخلي بالك منها كلمة زي كلمة معول. معول برضو دي على وزن مفعل زي اداة نستند عليها. كلمة زي كلمة مدفع برضو بتكون مش واضحة قوي بالنسبة لك. تمام? فمن ضمن الحاجات بالنسبة لنا مهمة اسم الى. استخراج اخر. صياغ المبالغة. بالنسبة لصياغ المبالغة فهي بتيجي على خمسة او زين? طبعا هنا لما نيجي نبص على اول وزن عندي وزن فعال. فعال زي كلمة علام. وليكن. في عندي وزن اخر زي كلمة مفعال. الله طبعا مفعال دي لسه كنا واخدنا حالا في اسم الى. مفعال يعني مسلا زي كلمة معطاء. وليكن. طب وانا عرف منين ان دي اسم الى ولا اه اه صياغ المبالغة. فبيجي لك مثال مسلا سؤال. يجي يقول لي مسلا ايه هنا الطالب منشار للخير. بص كده الجملة دي. الطالب منشار للخير. يروح ايل لك كده. بص ده سؤال مقارنة ده. طالب منشار للخير. وبعد كده يجي يقول لك استخدم الطالب منشارا. فهنا وانا ببص كده على هذه النقطة ببص هنا عندي كلمة منشار ومنشار. ايه الفرق ما بينهم? طالب منشار للخير اقول كلمة منشار هنا صيغة مبالغة. طب ليه قلنا عليها صيغة مبالغة? لان هي بتدل على كثرة النشر. نشر الخير كسير النشر. لكن هنا استخدم منشار دي اسم الى. هي دي اسم الى. فطبعا دي من النقاط الايه المهمة جدا الفرق ما بين اسم الى وصيغة المبالغة. تعالوا نشوف هنا بقى ايه اه اسم الى الموجود. هتلاقي عندنا مثلا واحنا ماشيين في السطر التالت اهو. هتلاقي كلمة دقوب. دقوب على وزن فعول. هنمشي شوية. هتلاقي كمان كلمة وهن. 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 تمام? ديت اهو. وهن على وزن فعل. تمام? هتلاقي كمان عندك كلمة قوية. في قوية. مهمة جدا كلمة قوية. بص الياء هنا عليها شدة. الياء هنا عليها شدة. وطالما الياء عليها شدة. تمام? فهنا الياء هنا بمقام حرفين. ففي الوزن ما ينفعش تقول كلمة قوي على وزن فعل. ده خطأ شائع. ولكن كلمة قوي تكون على وزن فعيل. خلي بالك بقى قوي اي تلت حروف اي تلت كلمات كده اخير ايه? قوي. نقي. ذكي. ذكي. اللي هي العادية. او مثلا كلمة زي كلمة مثلا غبي. وهكاسة بقى. تمام? كل هذه الكلمات. هتكون بالنسبة لنا على وزن فعيل. هي يقول لك القلوب النقية. هي القلوب التي يحبها الناس. نقية. شيل الالف اللي هم شيل اتهم مربوطة بقت كلمة نقية. نقية على وزن فعيل. فنخلي بالنا من هذه النقاط المهمة. طيب هنا تعالوا نكمل مع بعض. فهنا كلمة قوية على وزن فعيل. كلمة وهن على وزن فعل. تمام? عندك كمان كلمة دقوب. دقوب على وزن فعول. انا سمع حد بيقول لي. تمام? ايه رأيك في كلمة جهود. كلمة جهود. على اساس يعني ان كلمة جهود وكلمة نفوس على وزن فعول. انا سمعته على فكرة بيقول كده. تمام? جهود ونفوس طبعا غلط الكلام ده. ازاي يعني? اصليحات مفرد جهود كده جهد. ولا اي حاجة من مبالغة. هات كلمة نفوس مفردها نفس. ولا اي حاجة من سيغ المبالغة. هي شكلها كده شابه فعول لكن هي مش فعول دي كلمة جامعة. لازم تجيب مفردها الاول عشان تقدر تعرف هي سيغ المبالغة ولا لا? فعشان كده نقدر نقول ان كلمة جهود وكلمة نفوس اللي اتنين بالنسبة لنا غلط. يعني دي غلط ودي ايضا غلط. تمام? طيب تعالى ننتقل الى سؤال اخر. سؤال بيقول سؤال مهم جدا برضو بيتكلم على درس من الدروس اللي موجودين عندنا اللي هو اسم التفضيل يا ترى هنا جاي بيقول استخرج اسم تفضيل وابين المفضل عليه. تمام? اسم تفضيل. كل الناس عارفة اسم التفضيل اللي هو بيجي على وزن افعل. كل معناش بس ممكن يعني تركز معايا شوية. وانا بتكلم معاك كده في اسم التفضيل اللي هو بيجي على وزن افعل وانت يا عيني شايف الشاشة قدامك ما اعظم السعي. اتخدعت ولا لسه? اتخدعت ها? تمام? اقول لك ليه? لان اسم تفضيل بيجي على وزن افعل. عينك راحت فين? عينك راحت على كلمة اعظم اللي هي على وزن افعل. اللي هي جاي في الاول. بس انا قلت حاجة في اول الفقرة مش عايف تخدت بالك ولا لأ? انا قلت ايه? قلت بها اعظم السعي دي ده اسلوب اسمه تعجب. اسلوب تعجب. مش تفضيل. مش تفضيل. يعني مش اي حاجة تكون موجودة قدامي في الفقرة ان هي تكون على وزن افعل اجرع عليها واقول ده اسم تفضيل. ما ممكن يكون تعجب. يعني لو جيت قلت ما اجمل السماء. ما اجمل اجمل هنا على وزن افعل. ولكن جاي قبلها ما? فدي تعجب. يبقى انا بالنسبة لي اخلي بالي كويس جدا. ان مش اي افعل تكون اسم تفضيل. عشان كده دي خدعة كبيرة. عشان كده هو بادئ بيها الفقرة. تمام? جايبها ما اعظم السعي. عشان تروح على اعظم على طول تقول عليها اسم تفضيل. اسم تفضيل ممكن يجي على وزن افعل. بس لازم ما يكونش قبل منه ما بتاعة التعجب. احزر من دي. لازم يكون جاي على وزن فعلا. يعني افعل يا فعلا يا كبرى صغرى. وغالبا ممكن يعمل الخدعة دي. ممكن يروح جايب لك افعل فوق يبقى لك تعجب. وفي السطر الاخير يجيب لك على وزن فعلا مسلا. وكبرى بقى وصغرى وعظمة والكلام ده كل. طب ممكن تيجي كمان خير وشر وحب. خير وشر دي بنسميها اسم تفضيل احنا بنسميه كده. اسم تفضيل سماعي. يعني ايه اسم تفضيل سماعي? يعني مش جاي على القياس. مش جاي على وزن افعل ولا على وزن فعلا. ده هو جاي يقول لك المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. يعني ده افضل من ده. بص خير مش على وزن افعل. بس دخلت في مقارنة. لو جيت قلت لك مسلا شر الاعمال الكذب. يعني اصل يقول لك الكذب شر الاعمال. يعني اسوأ حاجة في الاعمال كلها. شر هنا جاي في مقارنة. فده اسم تفضيل. لو جيت بصيت معايا للفقرة. هتلاقي ان كلمة اعظم اللي موجودة معاك اللي هي الخد على اللي انا انتلك عليها. بص كده. كلمة اعظم هنا في السطر الاولاني. جاي قبليها ما. وبالتالي اصبحت تعجب. وليست اسم تفضيل زي ما انت كنت متخيل. لكن لو جيت معايا بص هنا. هي هو بيكلم على الجهود المخلصة. خير الف مرة من الاستسلام. كلمة خير هي اسم تفضيل. يبقى اسم تفضيل هنا كلمة ايه? كلمة خير. تمام? بيقول لي باين المفضل عليه. اللي قابليها مفضل. اللي قابليها ده اللي هو كلمة هي. اللي بتعود على الجهود ده اسمه مفضل. لكن اللي بعدها ده هو المفضل عليه. المفضل عليه هنا طبعا اللي هو كلمة الاستسلام. تمام? فهنا بالتالي وضحنا هذه النقطة بشكل واضح جدا ننتقل بعد كده إلى جزئية أخرى أجب عما هو مطلوبة هنا عندنا بعض الأسئلة هات من كلمة فتحة اسم آلة في جملة مفيدة كنا كاتبين احنا كنا كاتبين كل الأسماء الآلة اللي موجودة ففي عندنا هنا كلمة فتحة ممكن يدخل على وصن مفعال فتبقى كلمة مهمة جدا بالنسبة لي اللي هو كلمة مفتاح مفتاح فإيه يقول لي أضاعة مثلا الولد المفتاح أصل هو بيقول لي ايه بيقول لي خلي بالك حطها في جملة مفيدة فتخلي بالك ان كلمة مفتاح دي عليها جزء من الدرجة الجملة عليها جزء من الدرجة فإينا أضاع الولد المفتاح فطبعا دي اسم آلة على وزن مفعال ننتقل إلى سؤال آخر بيقول لي الشعب المصري نقط من غيره أكمل باسم تفضيل من ضحة أنا عندي مشكلة هنا بسيطة في ضحة إن ضحة هنا فعلة غير سلاسي فهنعمل ايه؟ هنا هنجيب اسم تفضيل من عندنا احنا يكون مشهور يعني منتشر يعني مثلا اجيب اقول لك الشعب المصري اكثر اكثر بص اي اكثر ده اسمه تفضيل منتشر جدا موافق فيه كل شروط الشروط كلها موجودة فيه هروح ايل اكثر واروح جايب المصدر بتاع كلمة ضحة انت مش فاهم كطالب تالت عددي يعني ايه مصدر من الفعل ضحة هقول لك منتهى البساطة فاكر المفعول المطلق بتاع زمان المفعول المطلق لما اجيب لك قرأ الولد قراءة فتروح هيلي اه مفعول مطلق قراءة كتب الولد فتقول لي اه كتابة دي مفعول مطلق استخدم الولد القلم استخداما فاستخداما هنا مفعول مطلق اه والله هنا فهم الولد فهما ففهما مفعول مطلق فتروح هيلي طب ضحة الولد او ضحة للجندي بيروحه تضحية يبقى تضحية دي مفعول مطلق يبقى هنا هي دي المصدر هنا اللي هو بن microsd هروح حاطة اكثر وبعد كده رح جايب المصدر وارروح ايل اكثر تضحية لو وجيت بصيت معايا شاشة. هتلاقي هنا كلمة تضحية. اهي خلاص كده احنا عملناها. كده عملناها اسم تفضيل. يبقى الشعب المصري اكثر تضحية من غيره. بالمناسبة. لو انت عايز تعلم كلمة تضحية وهي جاية بعد كلمة على وزن افعل. يبقى انت هتقريبها تمييز منصوب. وتروح قيل دي تمييز منصوب. هنا علامة نصبه طبعا تروح قيل الفتحة. ما فيش اي مشكلة نهائيا. ننتقل الى سؤال اخر. يقول لي ظل الطالب يسعى الى النجاح. اجعل الفعل اسم فعل. طب انا هنا مش هعرف اجيب اسم فعل الا لما اجيب الفعل الماضي من يسعى. فعل الماضي من يسعى ساعة. ازا ده ثلاثي. فهنا طالما ده ثلاثي. يبقى لازم اجيبه على وزن فاعل. عشان اجيبه على وزن فاعل. هيبقى ساعي. كلنا عارفين الكلام ده. ساعي. اهو. طب تعالى بقى نحط وسط الجملة. هروح قيل ظل الطالب. تمام? بص بقى في ناس قالت لك ايه? عندك كزا اختيار. في بعض الناس هيختاروا ساعي. بعض الناس هيختاروا ساعيا بالمنظر ده. ساعيا اللي هي عليها فتحتين. وبعض الناس هيختاروا ساعي اللي هي فيها اياك كده. دي غلط تماما لان دي لازم تكون معرفة. يكون فيها الف لان فدي غلط. ففي بعض الناس هيختاروا ساعي او ساعيا. طب بنختار ازاي? يقول لك بص. الكلمة ساعيا دي هتكتبها لو كانت مرفوعة او مجرورة. الاتنين دول. اما ساعيا لو كانت منصوبة. يعني الموضوع اللي علاقة بالاعراب. تخيل. يعني ايه لا ظل الطالب. بص هنا كده نقاط. هنا اللي هيتحط هنا خبر ظل. طب خبر ظل بيكون ايه? بيكون منصوب. يبقى لازم تختار الكلمة المنصوبة. مين فيهم منصوبة? ساعيا ولا ساعيا? طبعا اكيد ساعيا ما انا كتب لك تحتها منصوبة. يبقى ازا هتروح ايه لظل الطالب? ساعيا بالمنظر ده. طبعا لو انت كتبتها بقى ساعي على اساس ان انت حافز يعني. على اساس ان هو دايما في كل الجمل احنا كنا بيقول ايه? ساعي داعي اي حاجة بقى راجن. يبقى انت كده ايه? غلطان. لازم تعرف. ما انا هقول ساعي وداعي وراجن وحزفت الحرف اللي في الاخر لما تكون الكلمة مرفوعة او مجرورة. يعني مش ايه كلام مخلاص. يعني مسلا تكون خبر مسلا خبر خبر عادي. او تكون مسلا خبر انه. تكون اسم كانة ماشا شيل منها اللياء عادي. لكن تكون منصوبة? لا تكون منصوبة يبقى لازم تحطها داعيا ساعيا قاضيا راجيا وهكذا. ده لو كانت منصوبة. وده اللي حصل. زل الطالب ساعيا الى النجاح. هي ده اللي حصل معي. تعالوا نتقل مع بعضي لسؤال الاخر. تعالوا نشوف كده سؤال بيقول لي آآ سؤال رقم اربعة المتشائم شاكن بلا سبب. ها رد علي بقى. انت شفت اهو بص انت بتطبع على طول الكلام اللي انا بقوله. انت ليه هنا شلت كلمة شلت الياء من شاكن. ليه يا طرق? هو مش سؤالي طبعا هو مش سؤال. ولكن انا بسألك انت بقى. بقى انك انت بقى عندك خبرة دلوقتي في داعيا ولا داعيا ساعيا ولا ساعيا? ليه ما قلت الشاكيا? ليه قلت الشاكن? طبعا عشان هي خبر? مرفوع? طبعا علامة رفعه هنا اتضم عادي ها? على فكرة اتضم المقدرة عادي. المقدرة يعني ما ظهرتش. طب هنا عشان هي مرفوعة شلت منها الايه الياء? عايز ترجع الياء? سهلة ماشي. هتروح اي الظلة المتشائم اهو? شاكيا هي دي. لو انت عايز ترجع الياء ماشي. ظلة اهو عشان تبقى خبر ظلة منصوب. ظلة طبعا دي من كانة واخوتها. تعال نحل بقى سوائل. بيقول لي المتشائم الشاكن بلا سبب. اجعل اسم الفعل اللي هو شاكن. تمام? صيغة مبالغة واسكر وزنها. طبعا الفعل بتاعي اللي هو شاكة. تمام اهو? فهنا اللي هو المضارقة بتاعه يشكو. طب تعال نشوف بقى هنا. شاكة اللي هو الفعل المضارقة بتاعه يشكو. تعال بص هنا مسلا لو احنا جينا بقى نجيب صيغة المبالغة من هذه النقطة. صيغة المبالغة هنا هنجيب هنا على وزن فعال. ندخل على وزن فعال. تعال نجرب. ايه هتبقى شكاء. تمام? شكاء. بالمنظر ده. يعني هكون هنا حول من حرف العلة الى همزة. فاتروح قيل المتشائم بالمنظر ده. وتروح قيل شكاء. شكاء بلا سبب. يبقى هي دي الفكرة بتاعته كلمة شكاء. من شاكن شاكن اسم الفعل عملناها شكاء صيغة مبالغة. اخر نقطة موجودة عندنا قبل الختام. تمام? اخر نقطة. اللي هو الكشف في المعجب. سؤال مهم جدا كان موجود عندنا في تاني اعدادي وهي يعني لم يتم دراساته بالشكل المطلوب. طبعا بسبب ظروف كورونا في العام الماضي. ولكن هو انت مطالب به في الصف السالس الاعدادي. وبالتالي لو احنا جينا اخدنا آآ نبذة سريعة عن الكشف في المعجب. اعمله ايه كشف المعجب? يعني انا بدور على اصل الكلمة اللي هو غالبا بيتكون من تلات حروف. ده ملخص الموضوع. يعني مثلا على سبيل المثال لو جيت قلت مستخدم. مستخدم. فانا لازم اجيب اللي هو تلات حروف بتوع كلمة مستخدم. بقول استخدمة فعل ماضي. بص برجعه فعل ماضي. لقيته ست حروف. لأ بحاول اشيل تلات حروف وخلي معايا تلاتة. فقول استخدمة. شيل كده است اللي في الاول. الف سين تا. فبقى معايا خدمة. ده اصل الكلمة. نكشف عنها في المعجب في الحتة دي. في المادة دي. اسمها مادة خدمة. هي دي. طب يعني ايه مادة خدمة? معنى الكلام يعني اختصارا لما تروح عند كلمة خدمة في المعجب. تفتح كده باب الخاء. هتروح هتلاقي خدمة. هتعرف معنى كلمة استخدم معناها ايه? يعني استخدم مش هتروح مثلا في الحتة بتاعت الالف. لو فتحت كده في القاموس عندك او المعجب. فتحت نحية الالف مش هتلاقي استخدم. هتلاقيها فين? في خدمة. لان ده اصل الكلمة. كشف المعجم يعني بتدور على اصل الكلمة. لو جينا قلنا مسلا على سبيل المشاهد. انت مشاهد. طب لو جينا قلنا مشاهد هات الماضي منها? شاهدة. طب شاهدة ده اربع حروف. انا عايزهم تلاتة بس. هتروح ايه لي? شاهدة. تمام? يبقى انت عشان تعرف معنى كلمة مشاهد ما تفتحش بقى الميم. وملتفتح المعجم فين? عند حرف الشين. اللي هو اصل الكلمة. اللي هو كلمة شاهدة. فتروح جاي كده. تروح جاي باصل ايه الكلمة. طبعا عندنا بعض المعوقات. زي ايه? زي مسلا جبت كلمة زي كلمة استقال خلاص بشغله. استقال. جبت شلت اه اه الالف والسين والتاق. بقى عندك قالة. ما تقوليش هروح اكشف المعجم عند كلمة قالة. طب ليه? لازم اجيب اصل الالف عن طريق المضارع. قال يقول يبقى قاف وولام. هي دي. تمام? يعني ما يكون عندك حرف مد الاف. لازم تجيب اصل الكلمة عن طريق المضارعة. او المفعول مطلق. فتعرف توصل هي اصلها واو ولا اصلها يا. طب ما تيجي نجرب كده مع كلمتين احنا جاي بينهم. نشوف هنكشف عنهم في المعجم ازاي? يا طرق اكشف المعجم عن تكلمات الجاد. لو جبت اصل الكلمة بتاع الجاد هتلاقيها جدة. تمام? اللي هو الدال عليها شدة. فيقول لك لأ احنا عايزين تلات حروف. طبعا عامل ايه انا دلوقتي مهمة اتنين بس. يقول لك لأ هتقول مادة نكشف عنها في مادة. تروح فاتح كده. وتروح ايه الجادة ده. تمام? تفك التضعيف يعني. او ممكن تكتبها كده. جيم دال دال مش هتفرم معايا. تروح ايه الباب الجيم. بالمنظر ده. تمام? وبعد كده تروح ايه الفصل يعني الحرف التاني تجيب بقى الحرف التاني. فصل الدال مع الدال. تمام? تروح عامل كده. طب استسلام. تمام? شيل الالف لام شيل است فبقى عندي سلامة. تمام? اهو. اللي هو سين لام ميم. هتروح ايه برضو نفس الكلام باب السين. بعد كده تروح ايه الفصل اللام بعد كده مع الميم اللي هو الحرف التاني والحرف ايه التالت. تمام? دي من النقاط اللي هي المهمة جدا. لو انا جيت جربت معاك. مسلا. كلمة مصونة. تمام? كلمة مصونة. عايزين نكشف عنها في المعجم ايضا. هتلاقي عندك اصل الكلمة خالص اللي هو صينة ابعك يا صانة. ده الفعل التلات حروف صانة. فيه الف ماد ما ينفعش. يقول لك عشان تجيب اصل الالف تجيبه عن طريق المضارع. يصون. يبقى هنا اصل الالف دي تلاقي ايه? واو. يبقى هروح قيل كده مادة صانة صاد واو نون. تمام? باب الصاد فصل الواو مع النون. وهكذا يبقى احنا كده قدرنا نوصل الى الكشف في المعجم بشكل كبير جدا جدا جدا. قدرنا نوضح الكشف في المعجم. آآ في آآ طبعا كده احنا بعد ما خلصنا الموضوع بتاعنا خلصنا مراجعة بتاعتنا طبعا كانت مراجعة شاملة. طبعا على كل الفروع الموجودة عندنا. حاولنا قدر الامكان ان احنا نقدم لكم اكتر من نوعية من الاسئلة. وتمنياتنا لكم دايما بكل التوفيق تمام? والسداد بشكل كبير جدا ان شاء الله يكون الامتحان بسيط. وتقدروا تقدروا فيه. وتقدروا تقدروا فيه بشكل تمام. وتقدروا تقدروا فيه بشكل تمام. وتقدروا تقدروا فيه طبعا بشكل كبير جدا جدا. وطبعا احنا آآ لسه بدأنا طبعا في لسه لدينا وقت طبعا في الحلقة بتاعتنا بشكل او باخر وبالتالي هناخد بعض الاسئلة اللي هي المهمة اللي وقفت معنا واللي جاي لنا دلوقتي حالا يعني لسه اه بعض الزملاء عندي بيقولوا لي ان احنا في بعض الاسئلة الطلبة بنقشوها معنا. اه فتعالوا نشوف كده مع بعض من مجموعة الاسئلة اللي هي اللي جاية. تمام? اللي هو الفرق مسلا كان عندنا من ضمن الاسئلة اللي جات للبرنامج الفرق ما بين كلمة مختار مسلا. تمام? فدي من ضمن الاسئلة امتى كانت تكون كلمة مختار? هل هي يا طرى كلمة مختار? انت تكون اسم فاعل وامتى تكون اسم فاعل? والصراحة سؤال حلو جدا تمام? جايلنا قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا تمام? لان هو فعلا ظهر معنا في اكثر من امتحان. كلام مختار. هنا يا طرى كلمة مختار بتعتمد على ايه? هي بتعتمد على معناها جوة الجملة. تمام? يعني ايه معناها جوة جملة? هي اصلا كلمة مختار هي اسم فاعل ولا اسم مفعول? لو جيت بسيط على كلمة مختار هتلاقي يمين مضمومة. تمام? ومفتوح ما قبل الاخر. طب ده معناه ان هو اسم مفعول بشكل كبير. طب انا دلوقتي وانا ببص كده على كلمة مختار اللي هي اسم مفعول? ببص كده قلقيت لا. طب هنا كلمة مختار في اسم فاعل مش هتنفع. مفيش حاجة اسمها مختير. هي الكلمة هنا مختار اسم فاعل او اسم مفعول الاتنين مع بعض. طب افرق ازاي? لو جيت قلت كده على سبيل المثال الطالب مختار الكتاب. جملة زي دي. تمام? الطالب مختار الكتاب. فهنا عندي كلمة مختار. يا طرى دي اسم فاعل ولا اسم مفعول? طب تعالى بص كده معايا. الكتاب مختار. طب تعالى اشوف كده هنا عندي اه هنا وضحت بقى الفكرة. وضحت الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. هنا الطالب مختار الكتاب. كلمة مختار هنا. تمام? بتعبر عن مين? تعبر عن الطالب. الطالب هنا هو اللي عمل الاختيار. يعني هو الاختار. وبالتالي كلمة مختار يبقى اسم فاعل. هروح اقلي كده اسم فاعل. لكن الطالب مختار مختار بتعبر عن الكتاب اللي هو وقع عليه الاختيار. وطبعا ده كده هيكون اسم مفعول. فدي طبعا من النقاط اللي هي المهمة جدا. طيب برضو من ضمن الاسئلة بمن احنا اتكلمنا في المتشابهات. هناخد بقى سؤال من عندي انا بقى كمان ليه علاقة بمتشابهات ايضا. اللي هو يا ترى يقول لي حدد نوع المشتق. انا عايزك بقى تحدد لي نوع المشتق. تمام? في الجمل الاتية. كان برضو من ضمن الاسئلة المهمة. لو جيت قلت لك وليكن على سبيل المثال البترول مثلا مستخرج. هروح اقول لك البترول مستخرج. فهيه لا زي ما انتم شايفين مين مضمومة. تمام? مستخرج. وهنا ايضا مفتوح ما قبل الاخر. البترول مستخرج. هنا عندي كمان في مسأل لو جينا على سبيل المثال اخدنا الصحراء. الصحراء مستخرج. البترول. هنا لما نيجي نبص كده هنا عندنا كلمة مستخرج برضو من مضمومة. وايضا مفتوح ما قبل الاخر. لو جينا كمان بصينا على نقطة مهمة جدا. اللي هو لو جينا اخدنا مثلا الصباح مستخرج البترول. فلما نيجي نبص هنا كده يا ترى ايه الفرق بقى ما بين التلات كلمات اللي تحتهم خب. لو تلاحظ معايا ان نقطة كلمة مستخرج واحد في التلاتة. تمام? ودي زي ما جينا قلنا بالزبط ان احنا عندنا مقارنات كده ومتشابهات تمام? في النحو موجود معانا. اتكلمنا على مختار ومختار ودينا كمان بنتكلم على كلمة مستخرج في التلات جمل. حسب معناها في الصياق. يعني مثلا انا جيت بصيت على كلمة مستخرج لقيت قبليها زمن. لو لقيت قبليها زمن يبقى اكيد دي كده في مشتق هنسميه اسم زمان. اسم زمان. في فرق ما بين اسم الزمان المشتقات ما بين ظرف الزمان زي ابدا والان والكلام اللي احنا قلناه اثناء الشرح. في ايضا كمان عندي حاجة تانية. لو لقيت قبليها مكان. فيكون كده معناها ان هي مشتق اسمه. اسم مكان. طيب افرد جاي قبليها حاجة وقع عليها الفعل. يبقى في هذه النقطة هنسميها اسم مفعول. لو رجع لمرة تانية للسؤال هتلاقي بقى موجود معانا. البترول مستخرج. بص كده عندنا البترول مستخرج. هنا البترول وقع عليه الفعل. طالما وقع عليه الفعل هنا اللي هو البترول. يبقى ازا كلمة مستخرج هنا دي هنسميها ايه يا يا شباب اسم مفعول. تمام? وقع عليه الفعل. طب لما نيجي نبص هنا كده عندي كلمة الصحراء. مستخرج البترول هنا كلمة مستخرج زي ما انت شايف. فديجي ده اسم مكان. تمام? ليه? عشان جايب ليها كلمة الصحراء. وكلمة مستخرج هنا بص كده هتلاقي هنا اسم زمان. تمام? فدي طبعا من النقاط اللي هي المهمة جدا ووضحناها بشكل كبير. كمان جايلي شوية اسئلة. يعني في سؤال دلوقتي حالا جايلي برضو من الاسئلة اللي هي المهمة جدا. وده كمان جاي في امتحان سابق قبل كده في محافظة الجيزة. كان جاي بيقول للطالب في الصدق ينمي فيك الخير. وجاي بيقول له بعد ما قال للصدق ينمي فيك الخير بيحط له خط تحت كلمة ينمي. وبيقول له اسم الفاعل. اسم الفاعل من الفعل ده. طب انا دلوقتي وانا قاعد ببص على كلمة ينمي. احب اديكم اختيارات. طبعا? علشان كل الناس اللي بتتبعنا. تمتدي تشوف. هل يطار نختار نامن? ناميا. تمام? يطار اختبر نفسك هتعرف. تمام? يطار منمي بالمنظر ده. منمن بالمنظر ده. فتعال نشوف كده يطار ولا منميا كمان. يلا اختيار رقم خمسة اهو. منميا. منميا فيك الخير. طيب. تعال نشوف كده مع بعض يا طار هنعمد ايه في سؤال زي ده. تمام? اول ما يجي لك سؤال زي ده. فعل زي ده. تمام? مهم جدا بالنسبة لي ان انت تركز معايا قوي في الحتة اللي انا اقول لك عليها دي. انت شغال الصدق ينمي فيك الخير. ينمي? ده فعل مضارع. فمش هتعرف? تجيب اسم الفعل منه الا لما تجيب الفعل الماضي. لازم تجيب الفعل الماضي. تمام? طب. يعني مسلا لو جينا قلنا الفعل الماضي مني ينمي ايه? تمام? ايه الفعل الماضي? نمي. لو انت ركزت معايا. تمام? وانا بقول كده? انا بقول الفعل اسمه ايه? ها? نمي. انت لو كتبته غير وانت بتنطقه. لو كتبت هتكتبه تلات حروف. نون ميم الف. نمي. اللي هي الف? لا هي نعم. لكن لو انت ركزت قوي في الصوت وانت بتقول لنفسك. نمي. تمام? بص اخدت بالك ان انا وقفت هنا عند الميم. فطالما وقفت عند الميم. يبقى دي كده معناها شدة. اه الشدة دي بتعمل لي مشكلة. يعني شدة دي بمقام حرفين. فانا ما عرفش ازاي اقدر اجيبها. يعني احنا كان عندنا مسلا في بعض النمازج كان يجي يقول لي انت بتتك على الحرف ده. تمام? بعض الافلام يعني من حيوم. فانا بتتك على الحرف ده. بتتك عليه يعني معناها ايه? يعني بعمل شد عليه. تمام? فانا بقول لك ايه? نما بص نما وقفت عند حرف الميم. عملت شد عليه. فهي هنا وانا بنطى نطاقته نما. يعني الميم عليها شدة. فهي هنا معناه ان هو الميم حرفين. مش حرف واحد. ليه بقول لك الكلام ده? لو رجعت معي وانت بتكتب الفعل كده بص. نما انت هتكتبه كده. هتكتبه كده اهو. اهو بالمنظر ده بص اهو. شايفو? نما. هتكتبه كده. هنا تلت حروف. فهتجري على وزن فاعل. فهتروح بقى تختار ياما نامن ياما انا هتدور على الاتنين دول فانت غلطت كده. يبقى انت لازم تخلي بالك ان انت هنا الميم عليها شدة. جبتها بالصوت زي ما انا عملت كده افتكبني وانا اقول لك انا اتكيت على حرف اللي هو الميم. نما يبقى اذا الميم هنا عليها شدة يبقى دي كده اربع حروف عندي. تقام? فدي طبعا من النقاط اللي هي المهمة جدا جدا. دي معناها ايه بقى? معناها ان اسم الفاعل هنا بالنسبة لك يجي عبارة عن ميم مضمومة. تحط بقى ميم مضمومة. تقام? وتكمل حروفك عادي. فتروح ايل منامي. تقام? بالمنظر ده. طبعا انا دلوقتي لما جيت عند كلمة منامي اللي هي بالمنظر ده. هنا هنا حصل ايه بقى? وانا بتكلم على كلمة منامي. لقيت هنا ان كلمة مرفوعة طالما كلمة مرفوعة يبقى لازم اختارها كلمة ايه? منام من بالمنظر ده. يبقى انا شلت اللياء زي كلمة ساعن زي كلمة داعن زي كلمة منام من وكده احنا قدرنا نرد على كل الاسئلة اللي جيت لنا. حتى بعد الاسئلة اللي كنا مجاهزينة. بعض الاسئلة اللي هي اتبعتت لنا من الطلاب قدرنا نحن نوضحها برضو. تمام? وبالتالي قدرنا نكون موجودين معاكم النهاردة وقدمنا لكم الكثير من المعلومات يا رب تستفيدوا منها. ويا رب ان شاء الله الامتحان بتاعكم يكون امتحان بسيط وسهل وتقدروا. اه ربنا ان شاء الله يكتب لكم فيها كل التوفيق وكل النجاح. نشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.